الدار الكبيرة للكاتب الجزائري محمد ديب الترجمة سامي دروبي يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد الفصل التاسع عشر سلاسل أبنية بعيدة تنتصب وراء فرجة الباب الأسود وترتسم في ظلام الليل من جانب إن وضوحها يخدش الفكر رأى عمر هذا المنظر فاستيقظ في قلبه شعور بشيء نسية كالألم الذي يحس المرء أنه ساقط عليه توا فلابد أن يزدحم به قلبه بعد قليل دفعة واحدة غير أن ما ينسى لا يكون أبدا رهيبا إلى هذه الدرجة لا يكون كتلك اللعنات التي صبتها النساء على رأسه في ذلك المساء وفجأة ترى أهل عمر كل ما في حياته من قسوة لقد قضي عليه أن يحتمل هذه القسوة إلى الأبد في الخارج ليلة من ليالي آب الأضواء تغمر قبة السماء من غير حرارة ونظرة عمر إلى الغرفة الصاطعة المظلمة التي يرقد فيها إن عتبتها غارقة في ضوء القمر الذي تصل أشعته إلى أرجل النائمين وتأخذ تلمسها على مهل إن عمر يتقلب في فراشه إنه أرق طيابه تزعجه إن الأكال يستبد بسكان الغرفة جميعا في الليل فإذا الأضافر تتنقل بالحك على البطن والإليتين والفخدين مدة طويلة إن البقى يخرج من مخابئه ويتسلل إلى الفراش وما عليه متى خيم الظلام لقد رشت الجدران بالكلس ولكن البقى لا يزال يدهم النائمين كانت عيني تشعل المصباح عدة مرات أثناء الليل فتسحق من هذا البقى ما يتيسر لها سحقه إن خطوطا سمراء ترى على الجدران عند الصباح من أثر سحق البقى باليد أثناء الليل عبث حتى بدون بق يشعر النائمون بأكال لقد نام عمر بقميصه ولباسه حتى لا يضطر إلى التعري على مرء من أختيه وكان غطاؤه من جلد قديم فلما سادت الظلمة رمى عنه الغطاء وخلع ثيابه ورقد على البلاط عاريا كل العري إنه يحس بطراوة خلال الحظات وكانت أمه في ذات ليلة من الليالي قد أوصت أولادها أن يرش كل منهم فراشه بقليل من الماء فما كان من عمر ليلة إذن إلا أن أحال فراشه إلى بركة من الماء فمارض على أثر ذلك مرضا شديدا فأصبح لا يرغب في تكرار هذا العمل ستارة المدخل مزاحة والنور يدخل من الباب فيشق في ظلام الغرفة الكتيف طريقا عميقا مضيئا إن عمر يتأمل السماء كانت السماء تستحيل إلى تألخ غامض تغرق فيه النجوم كان عمر راقدا قرب أمه وفي الجهة الأخرى كانت تنام أختاه إنه لا يجروا ينظر إلى هناك خشية أن تكشف له عيناه لتان ألفتا الظلام أختيه العاريتين مثله أخذ بهذه الفكرة لحظة ثم تحرك فيه شيء من قلق وفجأة هبت على جسمه نسمة من هواء طري إنه يسمع التنفس العميق المطرد يتردد من حوله وباغت نفسه يعد النجوم فكلما خططت إحداها السماء أحس ذلك إبرة في قلبه أغمط عينيه حتى لا تراه النجوم كان الحر الشديد الذي يصاحبه الجوع دائما يؤرق لياليهم غير أن الجوع أشد رهبة من الحر إنه ماثل لهم دائما وكأن هذا الجوع في جسم عمر أشبه بشعلة خفية لا تدرك تولد له نوعا من نشوة لقد خف لحمه فجأة وأسرف في الخفة وضعف وأسرف في الضعف فصار لا يسمح له أن ينغمس في كتافة الليل حيث نمو دم وشهوات نبتة جذورها تتموج بين الأرض والسماء تمتص جسده فتفرغه كما تفرغ الثمرة من سنفها أشجار عجيبة كأنها الصواريخ تبلغ كمال نمويا وتموت في بضع لحظات ولا يبقى ثمة إلا تلك النار الصغيرة البعيدة التي يحرق رأسها أرحامة بينما هويه مضائعا تائيا في أمواج الليل الساكنة وتكلمت عيني فجأة من تراها تخاطب من ذا الذي يسمعها أهي لا تكلم إلا نفسها إن هذا العمل يهد صدري هدا أصبحت لا أطيقه لقد خارت قواي وضعفت ساقاي كل ما أكسبه لا يكفي لشراء ما نحتاج إليه من خبز مع أنني لا أدخل وسعا وأعمل ما استطعت إلى العمل سبيلا فيما هذا كله أدرك عمر أن عيوشة كانت تنصط لكلام أمها لم تنبس أخته بكلمة وأنصطه أيضا إن كربا شديدا لا يطاق يمسك به أين كانت أمه في أي ليل كانت أين عيوشة إن عيوشة لم تنم ولازمت عيني صمت طويلا إنها هي التي تحدث هذه القرقعة الضعيفة تمد ساقيها على البلاط أو تضع ذراعها وراحتيها على الأرض إن الأرقى يعذب عيني كان عمر يراقب في ظلام أيسر حركة من حركاتها ولكنه يريد أن لا تعلم أنه يقضان فلما عادت تتكلم كانت دهشته من ذلك كدهشته في المرة الأولى من أمر لا يتوقعه لن نبقى على هذه الحال يا عيوشة أحرسي أنت الأولاد وأغيب أنا لقد قررت أن أذهب إلى عوجة سآتي بعدد آخر من قطع الحرير كثير من النساء يذهبن بغير انقطع فلماذا لا أذهب أنا أيضا إن أختي ماما لا تسافر عبثا ما من أسبوع إلا وتسافر مرة على الأقل أتظنين أن هذه السفرات لا تعود عليها بنفع أكانت تترك عجوزها وأولادها وتقوم بهذه الرحلات كلها لو لأنها تجني منها ربحا لا شك أنها تكسب مالا هذا مؤكد سأذهب أنا أيضا وستتولين أنت حراسة الأولاد أثناء غيابي أجابت عيوشة بصوت ضعيف نعم يا أمي تقع مدينة عوجة على مسافة تسعين كيلومترا في الجهة الثانية من الحدود فالذين يستطيعون أن يدخلوا منها إلى الجزائر بأقمشة مهربة يبيعون بضاعتهم هذه في الجزائر بأسعار عالية فيجنون أرباحا طيبة إلى أن يقبض عليهم فيدفعوا ثمن مغامراتهم باهضا غير أن المهربين لا يتوبون عن هواهم والحق أن التهريب هوا وإن يكن بالنسبة إلى سكان الحدود موردا من موارد الرزق أيضا فهو مورد خطر ولكنه ضروري وأحيانا ما يؤدي الاستدام برجال الجمرك إلى كوارد فإن كثيرا من الرجال والنساء يتعاطون أعمال التهريب هذا على أن حظ النساء المتدثرات بملائاتهن كان أكبر من حظ الرجال في اجتياز الحدود دون أن يلاحظهن أحد وكانت شرطة الحدود لا تطلب إليهن إبراز أي بطاقة من ذا الذي رأى مرأة من نساء سكان هذه البلاد تنحني أمام إجراء من الإجراءة الرسمية ولكن هل ترى تستطيع أمه أن تفلت من رجال الجمرك؟ لقد استطاعت أن تجتاز الحدود في المرة الأولى ولكن هل تراها تستطيع ذلك في هذه المرة أيضا؟ إن عمر يتور على هذا ويرفضه رفضا قاطعا بكل ما أتي من قوة تذهب إلى السجن؟ هي مستحيل إن المرأة يستطيع أن يسرق وإن عمر لا يرى الناس من حوله يسرقون دائما وهو لا يجد في اختراق القانون أي منكر ولكن عمر يحس بخوف شديد يقشعر له جسمه متى يخطر بباله العقاب العقاب الذي يترتب على ذلك إنه يخشى الألم لقد كان جسمه يحس بالألم حين يتألم غيره وذلك بعدوا غريزية لا لن تذهب أمه إلى عوجة إن عمر لا يستطيع التسليم بهذا الأمر والإدعان له فهل يجب عليه أن ينقل إليها مخاوفة؟ هل يجب عليه أن يحاول صرفها عن هذا المشروع الذي عقدت عليه النية؟ إنه لا يعلم وأسفاه أنه سيصمت وأنه سيخفي الطرابة وهبه أفصح لها عما بنفسه فإنها لن تزيد على أن تسخر منه وتهزى به ذلك أمر لا شك فيه فإذا ألح فلابد أنها سوف تقرعه وتؤنبه إنه صبي صغير فما ينبغي له أن يقحم نفسه في هذه الأمور إن الحياة جد لا يرحم ثم لقد كان بينه وبينها حواجز أخرى قضت عيني تلك الليلة في إعداد خططها لسوف تقوم بالتهريب وقد سبق أن سمعها عمر تبسط مشارعها للالة إنها من أجل لالة إنما تسافر في هذه المرة كانت تحاول أن تكافح إنها تجتر أفكارها بغير انقطاع فالسبيل إلى كسب مزيد من المال كان عمر لا يستطيع أن يصدق أن أمه يمكن أن تقبل السجن بهذه الخفة من أجل أن تزيد دخل الأسرة إن المبلغ الذي كانت تتقاضه أجرا على عملها كان من تفاهته يثير الحنق حقا ولا مخرج من هذا العسر الذي كانوا فيه إنها تخيط سيقان أحدية القماش منذ بضعة شهور ومع ذلك لم يشبع أفراد الأسرة مرة طوال هذه المدة وكان عمر يساعد أمه في عملها ولكن ذلك كله لم يجدهم شيئا وقد فكرت عيني ذات مرة أن تبيع ماكينتها ولكن الماكينة كانت ملجأهم الوحيد الذي يحميهم من العوز الكامل فلم تلبث عيني أن غيرت رأيها وعدلت عن بيع الماكينة ترى لو باعت عيني ماكينتها أكان يكفي ثمنها لإطعام خمسة أفواه أكثر من مدة قصيرة فما عسى أن يصيروا إليه إذن بعد أن ينفقوا آخر قرش من ثمن الماكينة هذا ما تساءلت عنه عيني ثم انتهت إلى الحفاظ في كثير من العناية على ماكينتها ماكينتها التي حصلت عليها في أوائل عهدها بالزواج حين كان يجنى الشهد من زهر البيلسان إن هذه الماكينة تذكرها بالأيام السعيدة القليلة التي عرفتها طوال حياتها الزوجية لقد بدأت عيني تستغل ماكينتها لأعلى أسرتها منذ خمسة عشر عاما أي قبل وفاة زوجها بمدة طويلة ظلت تدرز الأحذية للحدائن زمن طويلا ثم جاءها عمل من رجل إسباني يقال له جونزالس يملك مصنعا لصنع الأحذية وكان لابد لها من قبول هذا العمل ومن الرضا بالأجر القليل الذي تعطاه بل إن حظها سعيد ما دامت تجد عملا ولو ترددت قليلا في الرضا بهذا الأجر لفر العمل من بين يديها فرارا فما أكثر اللائي يتمنين أن تزيد حصتهن مما يوزع عليهن منه لذلك طفقت تخيط سيقنا حذية القماش هذا نسيجا أبيض صلبا بغير هدنة ولا راحة الفصل العشرون لكن عيني كانت قد بدلت عملها عدة مرات عملت مرة في غزل صوف أخذت تصنع العراقي ثم راحت تصنع لبادات تلبد باليد وهي الآن تدرز بماكنتها كانت لها إذن حرف كثيرة ولكنها لم تستطع يوما أن تجني من عملها ما يكفي لسد الرمق والأسرة كلها عالة عليها حتى الجدة بعد الآن لقد اشتد نحولها حتى صارت عظاما طويلة لا يكاد يكسوها لحم إن كل ما يصنع فتنة المرأة قد زال عنها منذ مدة طويلة لقد بلت دبولا تاما وقسى صوتها وتصلبت نظرتها إن عمر يصحبها بعد ظهر من أيام السبت إلى الإسباني جونزالس يا لهذا الرجل ما كان أضخم كرشه أما خداه فكان أشبه بإليتين ينتفح بهما وجهه إنه في يوم السبت يحاسب النساء اللائي يعملن له ويدفع لهن أجورهن وكانت عيني تلتفت إلى ابنها عمر بينما الرجل يحسب فتقول له أحسب أنت أيضا لنراها الحساب هو صحيح كان عمر يأتي مع أمه خصيصا ليتأكد من أن المبلغ الذي يدفعه الرجل لأمه هو المبلغ المستحق لها فعلا إن أمه لا تعرف الحساب ولكن هذا لم يكن هو الغاية الوحيدة من ذهابه مع أمه إلى الرجل الإسباني لقد كان عليه أن يحفظ عدد الدستات التي دفع الرجل أجرها والمبلغ الذي دفعه فإن أمه تخلط بين هذه الأرقام خلطا كبيرا ولا تفهمها كثيرا حتى إذا عادت إلى البيت بدأت عمليات التثبت من صحة الحساب وتلك التي صنعتها في ذلك اليوم هل أدخلها في الحساب؟ ويأخذ عمرو يراجع الحساب كله من أوله إلى آخره ليعرف هل أدخلت فيه تلك السقان التي تذكرها أمه ثم يقول نعم أدخلها وتلك التي حملتها إليه وحدها منذ أربعة أيام ألم نضفها منذ لحظة؟ أنت تعرفين أننا أضفناها فهي داخلة في الحساب أردت أن أعرف هل أنت متأكد من ذلك؟ متأكد مصيبة المصائب أن ننسى شيئا مما قدمناه له نحن حتى بدون هذا النسيان لا نتوصل إلى تدبير أمورنا وعلى هذه الحال تنقضي ساعات وكانت عيني في بعض الأحيان قبيل النوم أو حتى في صباح الغد بعد أن يكون كل شيء قد حسب حسابا أخيرا تعود فتسأل ابنها بينما هم في حديثا آخر ألا يحتمل أن تكون قد أسقط من حسابك الدستات الأربع التي أحضرها عامل جونزالس إلى البيت بنفسه؟ هذه الدستات الأربع لم أخذها أنا فلعل الإسبانية نسي أن يدخلها في الحساب فكان عمر يطمئنها ويؤكد لها أنها حسبت مع الدستات الأخرى وكان يتيه في آخر الأمر فيؤثر أن يجيبها بنعم على كل سؤال تلقيه فيؤثر أن يجيبها بنعم على كل سؤال تلقيه هل في وسع أحد أن يجاريها في طريقتها هذه في الحساب؟ وكانت الأم تضع المال الذي جاءت به إلى البيت في حضنها على الفستان المشدود بين ساقيها إنهم يملكون ما يشترون به خبزا في ذلك اليوم ثم تقول هذا للدقيق هل ترون كم سندفع ثمن للدقيق وحده؟ إن مريم تحدق إلى قطع النقود والأوراق المختلفة وتسأل كم؟ كل هذا تقول عيني ذلك وتضع كومة من المال على حدة فتنادي صغيرة أخاها عمر قائلة انظر كل هذا ثمن للدقيق وحده؟ طبعا يا غبية كيف يمكن هذا؟ هكذا إذن لن يبقى لنا بعد ثمن الدقيق إلا قليل لن يبقى لنا شيء تقريبا نالك أن الكومة الثانية لا تزيد على أن تكون عددا قليلا من قطع النقود وتقول الأم هأنتم ترون كم يكلفون الخبز وحده فلا تفكروا إذن فيما عدى الخبز وإن كنتم تمنون أنفسكم عبتا وتسأل مريم لماذا لا تعملين أكثر مما عملت حتى نحصل على كومة كبيرة من المال؟ ألا ترين يا ابنتي أنني لا أستطيع؟ كانت تجهد نفسها في العمل إنها لا تكاد تتوقف عنه لحظة واحدة كان الأولاد ينعسون في المساء فينامون وتظل هي ساهرة تعمل حتى إذا استيقظوا في صباح غد وجدوها تعمل كذلك نستطيع أن نشتري بعض اللحم يا أمي عظيم كسكسي باللحم المسلوق مع المرق ما رأيك؟ أسكت هذه المجنونة إن عيني تتأمل ساكنة جامدة هذا المال الذي هو الثمارة جميع أتعابها وعمر يفكر في كل ما يمكن أن يأكلوه من طيب الطعام عجة مصنوعة من الدقيق مع بصل وبقدونس مفروم ونثارة سمك أو سردين مقلي وحتى بصل مقلي ومريم تعدد ما يمكن أكله مما لم يكونوا يأكلونه فلا تسمع إلا كلمات اسكتي اخرسي التي تقولها لها أمها وهي تظن أن أمها تصغي إلى كلامها وتخرج عيني فجأة من تفكيرها فتصيح ماذا تقولين؟ ألم أقتل نفسي قتلا بالعمل؟ أترين أن هذا غير كاف من أين آتي بالمال حتى نستطيع أن نأكل هذه الأشياء التي تذكرينها؟ قولي قولي إذا كنت تعلمين وتنفجر مريم باكية وتقول عيني وهيتئن يا رب يا رب أوف أسكتوها وإلا صنعت بها غير أن الصغيرة تزداد شهيق أتريدون أن أعمل لصة؟ أتريدون أن أنضي مع الذكور في المدينة الواطئة؟ أهو ذنبي أننا لا نستطيع شراء شيء آخر؟ ويلوح في الأم فجأة أن قدرتها على احتمال التعب قد نفدت لم يكن بالمدينة أعمل كثير الفعالة أعمال النور وصناع البوابيج يسجلون في قوائم العاطلين ولكن لا يتقاضى منهم شيئاً بطبيعة الحال إلى أولئك الذين يذهبون إلى ورش العاطلين التي تنشأ لتعمل بضعة شهور والمسجلون يقبلون في هذه الورش أسبوعين أو ثلاثة ثم يخلون المجال لغيرهم والقوائم طويلة وكثيرون ينتظرون دورهم والناس جميعاً جياع إن عمال النولي ينقطعون عن أي عمل خلال الأسابيع الأخيرة من الربيع وخلال الصيف كله أي خلال نصف السنة تقريباً لا عمل لهم طوال هذه المدة وكذلك صناع البوابيج ذلك أن هؤلاء جميعاً إنما ينتجون لسكان القرى وسكان القرى لا يشترون إلا حين يفرغون من الحصاد وهكذا فإن أصحاب الحرف من أهل المدينة يقضون نصف السنة في محاولة تسجيل أسمائهم في ورش العاطلين ولما كان عدد منهم يتعاطون الموسيقى أيضاً فقد كان هؤلاء يعزفون في العراس وفي حفلات الختان وفي المقاهي خلال شهر رمضان غير أن ذلك لا يمنع أن يظل أبناؤهم جياعاً فإن الليالي الطويلة التي يقضونها ساهرين يعزفون لا تدر عليهم شيئاً يذكر وكانت نساؤهم تعمل أيضاً ولكن عمل الرجال والنساء جميعاً لم يكن ليدبر الأمور وما ذلك لأن الجهد الذي يبدلونه قليل فلو كان الربح على قدر العناء لأصبحوا جميعاً أغنياء وكان بينهم مع ذلك من يشرب الخمر بالقليل من المال الذي يقع بين يديه بل إن بعضهم ليسرفوا في الشراب أحياناً فيكون ذلك سبباً في استياء الحي كله منه وفي احتقاره له كذلك كان محمد شراك مثلاً كان محمد شراك وهو أحسن حائك وأشهر رياضي في المدينة يبلغ من فرط الشراب في أيام الجمعة والأعياد أنه يزعج المعجبين به ويأخذ يصوت كأن به مساً كان الأطفال يجتمعون وراءه أسراباً هائجة وقحة ويأخذون يرمونه بالحجارة وهم يصيحون صيحات مجنونة ديدو بوراشو ديدو بوراشو أتظنونني سكران يا أولاد الحرام كان الرجل يقف ويرمي الأطفال بوابل من شتائمه فإذا هم يولون هاربين دون أن يكفوا عن زئاطهم وعياطهم ويظل شراك واقفاً لا يتحرك إنه يترنح على ساقيه ويلوح لهم مهدداً متوعداً بحركات بذيئة ثم يهمهمهم همت رضاً وارتياح ويعود بعد ذلك يصرخ صاخطاً مغطاضاً وحداً حقيرون إنكم لا تعرفون ما بقلبي ولا تعرفون إذن ما يحملوني على السكر نهايته لسوف أمعن في الشراب ما دمت لا أستطيع أن أعمل شيئاً وليحدث ما يحدث وينتهز سي صلاح هذه الفرصة وهو رجل تقي شديد العناية بلحيته فيقترب منه ويأخذ يعظه اسمع يا محمد كيف تجر على أن تسلك هذا المسلك؟ هل يجوز لمسلم مؤمن أن يفعل هذا الذي تفعله أنت الآن؟ انظر انظر في أي حالة مزرية تضع نفسك أمام أعين جميع سكان الحي الذين يحبونك ويقدرونك تقديراً عظيماً ولماذا هذا كله؟ هل تعرف؟ أنت على الأقل هل تعرف لماذا تسلك هذا المسلك؟ أجبني أجب أيها التعس ولكن محمد الذي بلغ به السكر كل مبلغ لا ينتبه إلى أي وصية من وصايا الشيخ الشيخ الذي يعظه وهو يلمس لحيته الكبيرة وهاهو ذا يضحك ويقول مستهزئاً حياتي تنقضي بلا جدوى ولن آسف عليها أما المال فإليك هو خذ ما شئت منه قال محمد ذلك ونثر على أرض الشارع قبضة من قطع النقد بحركة مفاجئة فسرعان من قض عليها الأطفال يجمعونها وإن أحمد زيري والد عمر الذي كان أثناء حياته نجاراً ممتازاً كان يسرف في الشراب أيضاً إنه هو الذي صنع أكثر نجارة البيوت الجميلة في زمانه ولكنه أخذ بعد ذلك يدمن الشراب ويكتر من السكر شيئاً فشيئاً ومارض في ذات يوم وبقي راقداً في فراشه بضعة أشهر حتى مات ولقد مات منذ مدة طويلة فليس يحتفظ ابنه عمر بأي ذكرى عنه حتى لكأن الصبي قد نشأ بلا أب فإنه لم يكد يعرفه ولقد قيل إن الرجل أصيب بمرض في صدره لم يمكن أن يشفى منه وبقيت عيني أرملة تعيل أربعة أطفال بنتين هما عيوشة ومريم وابنين هما جلالي وعمر ومن قضت سنتان على موت الأب حتى لحق به جلالي وهو في الثامنة من عمره بعد أن أصيب بذلك المرض نفسه مرض الصدر الفصل الحادي والعشرون الليل الوعر الواضح يتلألأ على هون إن جميع الليالي في هذه الفترة لها هذا الصفاء القاسي نفسه النوم يستولي على عمر ويفتح له خرنوبا كبيرا في بياض الليل العميق ولكنه لا يريحه إن شيئا ما يتحرك في كل مكان حول عمر شاقا إليه طريقا كان يخيل إلى عمر أنه لم ينقطع عن الكلام إلى هذه الدقيقة لقد تهدم قاع حلقه حتى لك أنه تقشر قشرا وما هي في الواقع إلا بضع كلمات كلمات عريضة لم تفهم يرددها هي نفسها ويصر إصرارا عنيدا على اجترارها إلى غير نهاية إنها تجتاز فكره كأعصار طوال نومه بينما هو ماض قدما في عالم مهدوم الأسوار كان يطلق نداءات كبيرة يخيل إليه أن شخصا آخر يردها إليه على الفور بلا رحمة وإنه لمستعد في بعض اللحظات أن يحلف أن كلماته كانت كلمات شخص آخر لا يزيده على أن يرددها وهاهو دا ينتقل على حين غره إلى وسط شوارع كبيرة تستع سطوعا أسود إن رجالا متنقلين متلبدين في زوايا الشوارع يهجمون عليه ويتمسكون بتلابيبه عند كل خطوة يخطوها وهذه صيحات قريبة ولكنها لا تدرك تنطلق في الجو إن فضوات فارغة تتعاقب ويتلاحق بعضها وراء بعض وحس عمر أنه قد سلخ من الداخل سلخا كاملا وتفتق ولم يبق فيه إلا إصرار عنيد عنيف على التمسك بأهداب الحياة يريد أن يظل حيا رغم المعارك القاتلة التي يخوضها يريد أن يظل حيا هذا الدعر كان عمر يراه فهو الآن يتراجع في نفسه إنه هناك هذا الدعر جالس على فراشه يطوي قدميه تحته قال عمر لنفسه هو خوف جدتي ما في ذلك ريب كان يفهم من بعيد أن جدته خائفة خائفة من عزلتها من وجودها في المطبخ وحيدة مع دائها كانت لا تكف عن التوسل والتضرع إلى ساعة متأخرة من الليل بينما يكون جميع من في المنزل قد غريقوا في سباة عميق وكانت تتوقف عن التضرع خلال بضع دقائق ربما لتعرف هل يستجيب لندائها أحد أتراها كانت تتوقف أيضا بسبب الخوف لقد أيقظت نداءاتها عمر من نومه ما من أحد يجيبها إن البكما يخنق البيت العتيق خنقا تخيل عمر الظلمة التي تخيم في كل مكان مستندة إلى باب الغرفة مهددة عدوة إن هذا الشيء الضخم الذي لا يمكن أن يقول المرء ما اسمه يتربص في الفناء هذا صوت الجدة يعود إلى الكلام في هدوء من بعيد إنها تترثر تخلصا من الكلال لا ذلك الكلال الجميل كلال الأجسام القوية بل كلال الشيخوخة إن خواطرها التعيس تتشق لنفسها طريقا في خلال الخوف والمرض والشيخوخة خاصة الجميع في غرفة عيني نيام أنفاسهم ذات الإيقاع المختلفة تتصالب في الجو الكثير ومن حين إلى حين يتنهد أحد النائمين أثناء نومه إنها عيني وهذه شكاة تصل من قاع ظلمات إن الجدة تنتحد عيني عيني إن المرأة يحس من هذا الصوت أن العجوز فاقدة قواها عيني طريقه وكأنه يريد أن يختطف شيئا لا يستطيع بلوغه ما من أحد في الغرفة يتحرك إنهم جميعا غارقون في الخدر الذي ينصب على الأشقياء صبابه على فرائس حية بلا هوادة ليصير في آخر الأمر إلى اختلاط لا نهاية له إن هذا القلق الناهما ينهمر من الجدة على قلب الفتاة يبني حولهم قلعة بلا نوافذ عالما مغلقا إغلاقا لا شفقة فيه ولا رحمة إن عمر يعرف مسبقا ما سيحدث في الغد كان الطعام يحمل إلى الجدة في تلك الطاسة الحديدية التي كان دهانها المتشقق في عدة مواضع يرسم نجوما كبيرة سوداء كانت عيني تضع الطاسة بين قدمي أمها وفيها طعام اليوم دون أن تكون قد نظفتها لقد تشكلت في الطاسة طبقة من الدهن تلتصق بجدرانها كأنها قشرة لماذا صحت ذلك الصياحة كله أثناء الليل؟ أحرام أن يهدأ المرء معك دقيقة واحدة؟ أأنت مجنونة؟ هذا ما كانت تصبه عيني على رأس أمها وكانت الجدة تنتظر أن تبتعد ابنتها عنها إنها تتقلص على نفسها ما دامت ابنتها أمامها تخاف أن تنهال عليها اللطمات خوف طفل أو كلب صغير إنها مطوية طي كأن ظهرها محتوم وقد وضعت رأسها على ركبتيها وأخذت تطرف بعينيها من ناحية عيني دون أن تنهض رأسها كان عمر جالسا على الأرض أمام قدميها أي ألا ترين أنني آتية بطعامك أم أن ما آتيك به لا يرضيك هكذا كانت عيني تصرخ في أذنها كأنه صوت الرعد وهي تدفع إلى أمها بالطاسة ولكن العجوز لا تتحرك فكانت عيني تتناول الطاسة وتقبض على رأس الجدة ثم تدسها تحت أنفها فتقول الجدة نعم يا بنيتي رأيت لماذا تعاملينني هذه المعاملة فتقول عيني وهي تهزها دون مراعاة خدي كلي وتضيف إلى ذلك مدمدمة بين أسنانها ليتهوسم فكانت الجدة تقوم بحركات مضطربة دون أن تستطيع كبح نفسها فتتناول الطاسة بيدها التي ترتجف ارتجافا مروعا وتضعها على الأرض تحت الكرسي وعندئذ تسحب عيني يدها التي تسند وجه العجوز فيعود الوجه يسقط على العظمتين الكبيرتين عظمتي الركبتين لقد أصبحت العجوز عاجزة من ضعفها عن نصب جذعها لقد تكسرت لقد تحطمت تحطما لا برأ منه وتمضي عيني وهي تدمدم فإذا تأكدت العجوز أن ابنتها مضت حاولت أن تنهض رأسها وأخذت تنظر بعينها الزرقاء إلى عمر كان لا يغفى على عمر أنها لا تكاد تدرك ما يقع لها لقد أصبحت من الضعف بحيث لا تعرف كيف تحمي نفسها من عنف عيني وفي نظرتها الغارقة التائها كان يرتعش ذلك الشقاء الهائل شقاء بهيمة تجارف على الموت وها هو ذا رأسها يسقط مرة أخرى على أن ضياء النحيل يلتمع في حدقتي هلتين يخشاهم الضباب ضياءا حيلا كأنه شرارة سريعة لقد أعرفت أنه عمر تلك فرحتها بشعورها أنه إلى جانبها إنها فرحة تنبع من أعماق عينيها وتتقدم نحوه مترنحة مهتزة آه هذا أنت يا عمر لم يبق لي غيرك كانت تنطق بهذه الكلمات وهي شبه نائمة لقد أصبحت الجدة منذ مدة لا تنتبه إلى شيء إلى حين يحمل إليها الطعام فهي تضطرب عندئذ بعض الاضطراب ثم تدور برأسها وتمد ذراعها وتأخذ كل جرايتها من الإناء الموضوع بين قدميها كانت بأصابعها التي تتلمس الأشياء تلمس الأعمى تنقل ما تستطيع نقله من الإناء إلى فمها الذي ينفتح من جانب ويأخذ ينفتل وينعقف إنها تأكل وهي تأن وكانت ثيابها ملطخة ببقعة كبيرة من الدهن في الموضع الذي يستند إليه فمها وكان فتاة الطعام الذي يعجز فمها عن الإمساك به ينتشر عليها في كل صوب وكان عمر وعيوشة يدمدمان دائما حين كانت عيني تسجر الجدة لماذا تسئن معاملتها إلى هذه الدرجة؟ فكانت الأم تنظر إليهما وتصيح متعجبة أنا؟ أنا أسيء معاملة أمي؟ متى أسأت معاملتها؟ فكان الطفلان يحتاران ماذا يقولان ثم يطرقان برأسيهما وهما يرددان متى متى؟ وتقول الأم سمعوا لقد عملت حتى الآن غاية استطاعتي إنكم ترون ذلك في وجهي وترونه في جسمي وأنتم ترون كذلك أن النتيجة أخيرا صفر لا شيء إلا مزيد من التعب وإلا مزيد من العجز عن العمل وبعد أن يعمل الإنسان طوال حياته لا يبقى في النهاية إلا أن يعيش في مأوى للعجزة أو أن يتسول فإذا جاء الموت عند إذن كان ذلك خيرا إن الموت هو لنا غطاء من ذهب أما إذا لم يجئ الموت أما إذا كان الموت لا يريدنا وظللنا أحياء دون أن نستطيع القيام بعمل من الأعمال فتلك كارثة وفي مثل هذه الحالة إذا لم يأتي الموت إلينا فيجب علينا أن نذهب إليه بل يجب علينا أن نشتريه بالمال إذا استطعنا ذلك إننا نكون قد عشنا واكتفينا من العيش نكون قد عرفنا أنواع البؤس والشقاء ولم يبقى في هذه الحياة الدنيا ما يحملنا على التمسك بها لن تأسف قلوبنا عندئذ على ضياع شيء لن نحزن عندئذ على ضياع شيء حين يصبح أحدنا عاجزا عن العمل فإنه يستطيع أن يقول إنه قد مات وانتهى الأمر وفي هذه الحالة ينبغي أن يأخذنا الموت بأقصى سرعة لأننا نكون قد عشنا أكثر مما يجب أن نعيش فمتى تم هذا جارت الأمور في مجرها وعادت إلى نصابها لم يفهم الأولاد فأضافت عيني تقول في حرارة وحماسة ماذا؟ فأجابت ابنتها الكبرى تقولين إن الإنسان يظل يعمل حتى إذا أصبح لا يقوى على العمل انتهت حياته قد يكون هذا خيرا ولكن في بعض الأحيان قد لا قد لا يكون خيرا كيف لا يكون خيرا الإنسان الذي أصبح عبءا من الأعباء الذي يأكل على حساب الآخرين الذي يحتاج إلى من يخلع له ثيابه كيف لا يكون موته خيرا وخاصة حين يكون الآخرون فقراء كان الأطفال ينظرون إلى أمهم جميعا ثم يلتفتون بأبصارهم إلى باب الغرفة إلى ناحية المطبخ وهمت عيوشة بأن تحرك يدها كأنها تريد أن تمنع أمها من الكلام ترى ماذا يحدث لو وصل هذا الكلام إلى مسامع الجدة كان الأطفال واثقين من أنه يكفي أن تلفظ هذه الكلمات أمام الجدة حتى تقتلها حتما والتفتت عيني إلى ناحية المطبخ هي أيضا قال عمر بينه وبين نفسه متى أصبح إنسان عبا وكان عمر يساعد جدته في كثير من الأحيان ومعنى ذلك أنه كان يساعدها على أن تعيش إنه لم يشعر في يوم من الأيام بأنها عب ربا مرئ يطعم أسرة بكاملها ثم يكون عبا هل الطفل عب؟ إنني لا أستطيع أن أفهم هذه الأمور وكانت الجدة في بعض الأيام لا تشرع في تناول طعامها بل تترك ذراعها متدلية فوق الطاسة وتنهض رأسها خلال لحظة قصيرة وتنظر حولها هنا وهناك وتهز يديها الحانقتين فوق البلاط العاري وتأخذ تأنه مدة طويلة فكانت عيني تقول لأولادها أتسمعون؟ فيظل الأولاد في الغرفة تاركين جدتهم في وحدة المطبخ إنها متحتاجت إلى شيء تدعوني أنا قالت عيني ذلك ثم أشارت إلى عمر اذهب إليها وعرف ماذا تريد ولكن لا تبقى هناك مدة طويلة كانت الجدة تنضغ جملا مبهمة غير متميزة وهي لا تزال تأن إنها تشتكي وتتوجع وخيل إلى عمر أنها تريد من خلال عباراتها المشوشة أن تذكر أنها مهملة كانت تقول إن كلابا تأتي إليها أثناء الليل وتظل تحوم حولها وإنهم لا يصدقون كلامها مع أنه حق إن هذه الكلابة تنهش ساقيها متى خيم الظلام في البيت إن هذه الكلابة تنهش ساقيها متى خيم الظلام في البيت إن عيني التي سبق أن سمعت منها هذه القصة ألف مرة ومرة كانت تجيبها بأن ذلك أضغط أحلام وكانت تتهمها أحيانا بأنها تكذب كانت تعتقد أن العجوزة تريد بذلك أن تلفت إلى نفسها أنظار السكان وأن تستدر شفقتهم وكانت تختم كلامها لها بقولها هذه خيالة مجنونة ولن تقنعي أحدا بصدق خرافاتك هذا ولكن عمر فاجأ كلبا من الكلاب ذات مساء يصعد نحو الجدة لا شك أن رائحة الطعام الذي في الطاست هي التي تجذبه إلى هناك إن الجدة عاجزة عن منافسته على الطعام وعاجزة كذلك عن طرده وبدى الحيوان للصبي ضخما ضخامة هائلة في ضوء بقية من شمعة كانت متبتة على الأرض تنشر نورا مهتزا داميا استطاع عمر مع ذلك أن يسيطر على خوفه فنهر الكلب وطرده ومنذ ذلك الحين أدركوا أن رائحة تفسخ قوية لا يعرف مصدرها ولكنها تدرك من بعيد لشدة حاسة الشم عند الكلاب هي التي كانت تجتذب الكلاب ولما أصبحت هذه الرائحة قوية تزكم الأنوف فهموا أنها صادرة عن الجدة نفسها فقررت عيني أن ترفع عنها الأغطية الأغطية التي تلفع ساقيها وقدميها كانت ساقا العجوز المجمدتان لتان لا تتحركان قد انتفختا انتفاخا شديدا وأخذ يخرج منهما نوع من سائل يشبه الماء وكانت الخرق التي تلفهما لا تبدل فلما نزعت عنهما عيني هذه الخرق رأت مع أولادها دودا كثيرا كأنه النمل يقرقر في اللحم الأبيض الرخو عالم الليل هذا العالم الصارم الخانق تنهدم في هذه اللحظة جدرانه إن النهار يطلع ونام عمر شيئا فشيئا تهدهده نسمة الجوع الحارة الخفيفة لقد أدرك في باطن شعوره أن النهار يقترب فارتح إلى ذلك وسر عنه إن جسمه ليسترخي هادئا مطمئنا هذه لحظة الخلاص إنه الآن يستسلم للنوم ليس عليه الآن إلا أن يغوص في النوم ليس عليه إلا أن ينام أن ينام أن ينام الفصل الثاني والعشرون مضى يوم ثم ثاني ثم ثالث البؤس يجعل الناس في دارس بيطار حزانة وسكان غرفة عيني لا يزالون كما كانوا دائما مع زيادة قليلة في الفقر انتصاب الأطفال أصبح أضع فواوهن الوجوه في البيت تتحفر وتزداد سمرة الأعين لا تزال متسعة ممتدة فيها التماع حمى ومع ذلك كان عمر يصادف في المدينة أناسا يبتسمون وتلوح فيهم مظاهر الصحة والشبع والاكتضاد إن عمر يلاحظ هؤلاء الناس مستغربا إنهم فرحون بينما الناس يعيشون في شقاء وبؤس وعوز لا شك أنهم يتبادلون فيما بينهم نظرات سريعة حين لا يراقبهم أحد لقد ازداد الكلام الآن إن البنتين تعملان منذ شهرين في مصنع للسجاد أصبحت عيوشة تحمل إلى البيت أجر الأسبوع وكذلك مريم غير أن أجر مريم أقل من أجر عيوشة لأنها أصاروا منها سنا كانت البنتان تضعان المال الذي تجيئان به في يد الأم وكانتا تقترحان عليها ما يمكن شراؤه من أشياء أصبح من الممكن شراء زيادة قليلة من الدقيق قطعا وكان عمر يصغي إلى كلامهن منصطا ويقول بينه وبين نفسه ليتنا نستطيع أن نحصل على مزيد من الخبز على خبز كثير ربما استطعنا أن نشتري قليلا من اللحم من حين إلى حين أليس كذلك يا أمي مرة في الأسبوع على الأقل ربما نستطيع أن نشتري بيضا إنه أرخص ثمنا من اللحم نصنع عجة بالحمص والفاصول أرخص من البيض أيضا وشيئا من الرز ما رأيكم أنتم؟ بهذا المال الذي معنا كانتا تتكلمان دون أن ينضب لكلامهما معين وكانت عيني تصغي إليهما وتدعو لهما أن تتحدثا ما شاء لهما هواهما إنهما تتدفقان في قول كل ما تريدان قوله وأخيرا تقطع الأم هذه الترثرة كلها في حزم صحيح أنهما تحملان إلى البيت بعض المال ولكن هذا أمر لا يحسب حسابه ها هما تسألان ما رأيكم أنتم؟ فتقول عيني إن الأم هي التي لها القول الفصل أليس كذلك؟ الأم هي التي تتكلم وإنها لا تقول لكم إن صنع أربعة أرغفة في اليوم يعني أن علينا أن نشتري ثلاثة كيلو من الدقيق كل يوم طيب معنى هذا أن علينا أن نشتري الدقيق أولا وقبل كل شيء وتأخذ عيني تعد المبلغ إن عمر موافق على رأي أمه الخبز قبل كل شيء ويجب الحصول على أكبر مقدار ممكن منه إن أحلامه لا تذهب إلى أبعد من هذا المدى وتضيق أخته ذرعا ويفرغ صبرهما فتقولان أخيرا ما أجمل الحياة التي كان في وسعنا أن نحياها لو لم يكن علينا أن نشتري هذا المقدار كله من الخبز إنهما لا تفكران إلا في اللحم والبيض والرز أما قليل من الخضرة المسلوقة بالماء وأما طبق من اليخنة المتبلة فذلك لا يعنيهما إن عيني وعمر يرايان أن قليلا من الحساء لتبليع الخبز كاف فهناك أجرة البيت وثمن النور لا بد من دفعهما ستون فرنكا في الشهر كانا عائدين في ذلك اليوم إلى البيت عمر يحمل على دراعه قفة مملوئة بالحشائش والخضر المتنوعة لمها من أوظمة السوق وعيني تحمل قادوسا طافحا بالماء يشد دراعها إلى أسفل من فرط ثقله وتسير وراء ابنها متدثرة بحيكها الأبيض الذي كانت حواشه تزداد تفتقا يوما بعد يوم عمر يجيء بالطهام وأمه تجيء بالماء من العين للشرب ذلك لأن البئر في البيت قريبة من المراحض كل القرب يتسرب منها إليها شيء فعيني لا تحب أن تشرب من ماء هذه البئر فلما وصلت عيني إلى الباب وضعت القادوس على الأرض في ثقل وعناء ونادت ابنتها بصوت مهتاج لقد أصبحت عاجزة عن التقدم خطوة واحدة أخرى فهرعت عيوشا وهي تطلق صيحة فرحة من داخل البيت فاغتاضت عيني وقد أخذ منها التعب كلما أخذ إن مزاجها الآن لا يسمح لها باحتمال شيء من عبث الأطفال وكانت عاجزة عن الكلام من فرط اللهاد أما عمر فكان يشعر بموت في نفسه من طول ما نبش أكوام الفضلات في السوق المسقوف كان يذهب إلى السوق بحثا عن خضر يمكن الانتفاع بها فإذا عثر على شيء منها أخذ يلتقطه ويدسه في قفته وكان يعود من هذه الجولة وقد امتلأ قلبه حقدا وضغينا لقد كان عليه أن يقوم بهذه المهمة كل يوم في الساعة الحادية عشر عند خروجه من المدرسة وحين سمع فجأة صوت أخته يرن فرحا اشتعل قلبه غيظا هو أيضا لم يطق المزاح وكان غضبه ينفجر شتائم ولكن سرعان ما قالت لهما عيوشا في قوة وصرامة صهل وأشارت إليهما بحركات عريضة من ذراعيها أن يدخل بسرعة ثم مدت أذنيها إلى ناحية فناء البيت كأنما هي تخشى أن يسمع كلامها أحد إن الفتاة مهتاجة اهتياجا شديدا واستغربا هذه الأحوال العجيبة واحتارا في تفسيرها صاحت عيني تقول ماذا؟ انطقي قولي ما تريدين أن تقوليه ثم هدأي فدمدمت عيوشا لا يا أمي يجب أن لا يعلم الجيران بالأمر أخاف من أعينهم فقالت عيني تأمرها قد القادوس والنصعد إلى الغرفة لقد ضعف صوت عيني وأصبح مترددا إنها توجس شرا كثيرا ما كانت توجس الشقاء هذا يلم بها ويغرق قلبها فكانت تهبط في مثل هذه الأحوال من أقصى درجات التنبه إلى أعمق درجات الوهن والخور قالت مدمدمة بين أسنانها ما نحن في حاجة إلى مزيد لقد أجزل الله لنا العطاء وأنعم علينا بجميع الخيرات كانت عيني كسائر النساء إذا قالت الخيرات عنت المصائب حسبنا ما عندنا منها لقد أصبحنا لا نعرف أين نضعها لقد أذتنا العين الحسود بما فيه الكفاية وأكثر فأجابتها عيوشة قائلة صحيح يم إن الإنسان لا يستطيع أن يفعل في هذا البيت شيئا دون أن تتجسس عليه ثلاثمائة عين قالت عيني تنهر ابنها تقدم أنت ما لك مسمرا هكذا كلاب له فتبعاهما عمر في طواعيا وجرت عيوشة تعود خفيفة بخطوات صغيرة رغم تقل القادوس الملأة كانت تحمل القادوس أمامها بكلتا اليدين وتحرص أشد الحرص على ألا تنسكب منه قطرة واحدة وكانت فيما هي فيه من نفادي الصبر تحث أمها على الإسرع إن رنة من الرضا والسرور تشيع في صوتها وهي ما تنفك تعجز عن إخفاء هذا السرور رغم كل ما تبدله من جهد قالت الأم لنفسها ربما لم يقع شيء رهيب وتوصلت إليها عيوشة وهي تجتاز الفناء مسرع أسرع هي أم وتلبث عمر قليلا وسأل أمه ما هي العين يم شيطان يأخذك وقالت عيوشة سترين يم كانت قد وضعت القادوس في الغرفة وقفلت راجع سترين ستدهشين ستدهشين كثيرا أصبحت أعينهم بعد الضوء الساطع في فناء البيت لا تميز شيئا في الظلام الذي يغرق الغرفة لكأنهم غطسوا الآن في ماء مظلم مريح إنهم لا يزالون مبهورين من سطوع النور في الخارج ونادى صوت من داخل إنها مريم التي تراهم ولا يرونها يمّا يمّا تعالي شوفي إن تلك النبرة نفسها تشيع في صوتها نبرة الفرح المكذوم سألت عيني ماذا؟ ماذا يوجد؟ ما الذي جرى في بيتي؟ إنني لم أخرج إلا منذ لحظة إنني لم أغب إلا مدة الذهاب إلى العين والإياب فورا فما لي أرى كل شيء قد اضطرب وانقلب أكاد أنكركما ولا أعرفكما ماذا حدث؟ قولا قالت ذلك بصوتها الحاد المنكر المعهود قالت لها بنتها تعالي تعالي انظري بعينيكي إن عيوشا لا تفكر الآن في كبت فرحيا فقالت لها أمها في أي جهة أنت؟ واستمرت مريم تنادي يمّا يمّا لا شك أن شيئا قد وقع لقت جنت بنتاي قالت عيني ذلك ثم صرخت ماذا يوجد؟ هل تنويان أن تتكلم أم لا؟ وعادت الصغيرة مريم تنق يمّا يمّا فقالت الأم غبية بلها ما لها تصيح هذا الصيح؟ يمّا يمّا إن الضحك يصعد إلى الصغيرة بلا نهاية ورحت تردد كأنها صدى يمّا يمّا فجاءت صرخة من الطرف الآخر من الغرفة تقول ماذا؟ ورفع عمر صوته قائلا إنها تطلب إلينا أن نسرع فننظر فلنذهب إليها لنرى ما عندها اخرس أنت هكذا قالت له أمه مهددة كانت عيوشة ترقص إنها ترقض من أول الغرفة إلى آخرها ملوحة بيديها منادية أمها بعبارات رقيقة ثم دارت حول نفسها على قدم واحدة وظلت ترقص فلما ألفت أعينهم عتمة الغرفة رأوا مريم جالسة قرب سلة من الخيزران في مثل حجمها وقد أدخلت ذراعها في عروة السلة كما يمسك المرء بذراع صديق إن هذه السلة ذات الكرش الضخم تبدو مترع لم ترعيني في حياتها سلالا كهذه السلة من أين تراها جاءت؟ من أتى بها؟ ومن الذي فيها؟ انفجرت عيوشة تقول وهي تترجرج بطاطس بطاطس يما بطاطس وتحولت كلماتها إلى غناء لا ينفك يتسع حتى لك أنه غناء مجنون ونظر بعضهم إلى بعض مستطلعين وأخذت الأجوبة تتوالى بطاطس وفي السلة أيضا خرشوف وكذلك فول وطماطم كل هذا وفيها لحم يما لحم لحم انظري يما سر كبيرة ألحم أيضا؟ البنتان تدوران وهما تغنيان وتتجولان في الغرفة ذهابا وإيابا بطاطس خرشوف لحم لقد ذهبت السعادة بعقليهما وكانت الأم وحدها محافظة على هدوئها بل كانت تبدو طائشة اللب من فرط الدهشة إن الأولاد لا يعنيهم المصدر الذي جاء منه هذا الخير كله بطبيعة الحال حسبهم أن هذه الأشياء كلها قد أصبحت في بيتهم فهي لهم أما عيني فقد ظلت خرساء لا تنطق بحرف لعلها كانت تتساءل من أين هبط عليهم كل هذا ولاحظت بنتها أنها ساهمة تفكر ولكنهما لم تتعبا من الصراخ والغناء والرقص حتى لقد أخذتها تداد حرجان على الأرض وأخيرا هدأتا فجذبت الأم بنتها الكبرى وأجلستها أمامها أحكي لي الآن كل شيء من أين جئت بهذه الخضر وهذا اللحم من أين جئت بهذه السلة كلها وتلاحق الاستجواب مدة طويلة سؤال فجواب فسؤال فجواب وكانت تقطع الحديث صيحة دهشة لا تنقطع صحيح؟ انظري وما كان أكثر صرخات السرور التي تشتمل على شيء من الشعور بالخجل إذا أهدية تبلغ هذا المبلغ من الروعة والكرم وطفقت عيني نفسها تطرف بعينيها وتحرك يديها كما تفعل ابنتها وكانت من حين إلى حين تطلق صيحات تعبر عن الريبة إن الأم والبنت تتبادلان هذا الصوت الأم تقول ها هي فتقول البنت ها هي وسألت الأم ابنتها هكذا؟ فأجابت عيوشة هكذا وعادت تروي القصة من جديد هكذا قال كذا وكذا إنها تقص الحكاية مرة ثانية وهذه هي الحكاية صاحت إحدى الجارات تنادي عيني ثم صاحت جارة أخرى تناديها أيضا فأجابت عيوشة من أعلى بأن أمها خرجت وسألت من أجل ماذا؟ فقالت المرأتان أحد بالباب يسأل عنكم تحت ألم تسمعيه؟ إنه ينادي منذ ربع ساعة لا شك أن حلقه أصبح يؤلمه من فرط ما ندى هو رجل ولم تكن المرأتان تريان عيوشة قالت عيوشة لم أسمع شيئا كنت مشغولة لا يستطيع المرء أن يسمع من هنا أحدا سأرى وأردفت عيوشة تتمم رواية القصة حقا إنه رجل كان يتكلم هكذا قالت عيوشة ذلك ثم قلدت الرجل لأمها بإصدار أصوات كأنها النباح وفجأة استبد بها ضحك شديد قطع حديثها ثم أضافت وقفت وراء الباب حتى لا يراني ظننته شخصا غريبا كنت لا أعرفه وسألته من وراء الباب ماذا يريد فأجابني بما ذكرته لك إنه ليس جميلا جدا فقالت عيني غاضبة شاتمة كليرا تأخذك ما هذا الكلام ما هذا الكلام وأنت في هذه السن ولكن هيئته تدل على أنه رجل طيب وكان يضحك وقال أليست عيني هنا خسارة إنها ابنة خالتي قولي لها أن مصطفى بن خالتك جاء يزورك آه كنت أتمنى لو أجدها في بيتها أنت لا تعرفينني قولي لها أنني مصطفى ابن لا لا خير آه يا ابنة خالتي المسكينة إنني لم أراها منذ مدة طويلة جدا هكذا كان يصيح بصوته العجيب كان وجهه يدل على الطيبة لا أدري هل هناك كثير من الرجال في مثل لطفه وأدبه ومد مصطفى سلة الخيزران من شق الباب لعيوشة كانت السلة من الثقل بحيث أن ذراعي كادتا تنكسران حين حملتها وحدي وذهب وقال لا تنسي أن تقولي لأمك أنني ابن خالتها مصطفى إننا جميعا نقدر بانتخالتنا عيني أسفا إننا لا نراها كثيرا عجيب هذا الزمان نحن في زمان لا يزور فيه الإنسان وأهله مع السلام يا أولاد كنوا في صحة جيدة هكذا قال وانصرف وحين عادت عيوشة بالسلة إلى الغرفة حرصت على أن لا تلفت إليها فضول الجارات من حسن الحظ أنه لم يكن بالفناء واحدة منهم أليس هذا من حسن الحظ؟ آه إنه ابن خالتي لقد قررت عيني أخيرا أن تتكلم نعم هو مصطفى ابن لالا خيرة يا للمصادفات أخرج في اللحظة التي يجيء فيها؟ جدته وأمي أختان شقيقتان ماذا قال أيضا؟ مرة أخرى قصت عيوشة كلما وقع إن وجهه يدل على أنه رجل طيب القلب وكان يضحك هذا ما كانت تضيفه عيوشة إلى قولها في كل مرة وكانت الضوضاء المبهمة الغامضة التي تترجع في البيت تحتفظ بحديثهم الذي لا ينتهي قالت عيني تدمدم أظن أنه يجب أن أدعو زينا لترى فاعترضت عيوشة تقول هذا رأيك لا أدري أما أنا فلا أرى هذا الرأي مسكينة زينة إن لها قلبا لا مكر فيه ولا خط إنها تحبنا حبا صادقا لسوف يسرها هذا الخير الذي هبط علينا حاولت عيوشة أن تشرح رأيها قائلة ذلك أنها إذا عرفت إذا عرفت فقطعتها أمها تقول مندهشة ماذا؟ ماذا إذا عرفت؟ قالت عيوشة فيما يشبه الأنين أوه يما يجب أن أناديها إن عيني مصرة على أن تنادي زينة أليست خير جاراتنا؟ ألم تكن طيبة القلب دائما معنا؟ يجب أن أدعوها في مثل هذه المناسبة يجب أن أدعوها وأخذت تنادي زينة بأعلى صوتها وهي في مكانها زينة 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 وكانت عيناها تبتسمان ابتساما لا يدرك فقالت عيوشة محتجة أيضا لعلها ليست في البيت وارتفع صوت من بعيد إن زينة تجيب أخيرا من يناديني؟ فأجابتها عيني نحن ننتظرك تعالي وقالت للأولاد سوف تجنون من الدهشة سترون ستضحكون كثيرا ونفد صبر عيني فأرسلت عمرا إلى جارتها التي لم تخرع لتلبية مدائها بالسرعة التي تريدها قال عمرا للمرأة تقول لك أمي أن تستعجلي فقالت زينة في دهشة أتراها تريد أن أركض ركضا؟ ليس ليساقاني يا ابني ماذا هناك؟ لما لا تأتي هي؟ وكانت زينة تستحط خطاها مع ذلك وهي تقول ذلك الكلام فما إن وصلت العتبة حتى بادرتها بقولها انظري ماذا أنظر؟ وما هي إلا لحظات حتى كانت جميع نساء دارس بيطار يتحدثن معا البعض واقف في وسط الفناء والبعض على أبواب الغرف والتي يسكن في أعلى مستندات بأجسامهن على الدربزين الحديدي شاعت النقنقة حتى لم تدع أحدا غير مشارك فيها إنهن يتحدثن عن السلة التي تلقتها عيني وكانت عيني تشعر بالضطر وتحاول أن تخفي زهوها ولكن هذا الزهو كان أقوى منها فهو يظهر صارخا في شخصها كله وتروح عيوشة تقص الحادث الخارق فتقاطعها أمها لتتولى إتمام القصة بنفسها والنساء أثناء ذلك لا ينقطعن عن التعليق على الحادث وفي المساء اجتمع عدد من النساء في غرفة عيني ينصتنا لها وهي تقص عليه النماضيها وشبابها لقد كانت قبل زواجها سعيدة وتحدثت عن جميع أقربائها الأحياء منهم والأموات كان يوما متعبا ذلك اليوم فلا عيني ولا ابنتها استطاعتا أن تنطقا بكلمة واحدة في الغد لقد بح صوتهما من فرط ما تكلمتا أمس الفصل الثالث والعشرون حدث شيء من تبدل أصبحت عيني في الأيام التي تلت ذلك اليوم تجلس إلى الجدة مدة أطول المرأتان لا تتشاجران الآن كفت الجدة عن شكواها المتعبة إن عيني لطيفة إنها ألطف النساء طرا لقد دهش أولادها ولكن هل لطفها هذا شيء جديد حقا؟ لقد سبق أن رأوا المرأتين على وفاق كانت عيني حين تعانق أمها تبدو هي الأم الطيبة القلب الرقيقة العاطفة فلماذا يعجبون الآن إذن؟ لماذا يبدو لهم لطفها شيئا جديدا؟ كان عمر يفكر في الجدة وكان يفكر في أمه ويفكر في الكلام الذي قالته عن الجدة كيف كانت لقد عرفهم ذلك الكلام بأمور كثيرة عن الجدة لقد لقيت هي أيضا كثيرا من العذاب كانت تقول عيني ما أكثر ما قاست أما ابنها فهو ابن عاق لطالما ركضت في سبيله ركض طفلة صغيرة كانت تقضي أياما كاملة في السوق تشتري لزوجة ابنها ما تأمرها بشرائه وكانت لا تجد بأسا في ذلك حتى إذا جاءت تأكل أخذ هو وامرأته يتشاجران إنهما يحاسبانها على ما اشترته قرشا قرشا فإذا لم يتوصلوا إلى ضبط الحساب أخذ الابن يصرخ وأخذت امرأته تتظاهر بأنها تريد تهدئته وما ذلك منها في حقيقة الأمر إلا صب للزيت على النار إنها أفعى أفعى أقول لكم وتبتعد العجوز المسكينة عن المائدة وينهضانهما عن الطعام وأم المسكينة لا تجرؤ أن تعود لتأكل وحدها إنها تنتظر طويلا ولكن أحدا منهما لا يعود كانت تنهض دون أن تأكل وكان ابنها يذهب إلى عمله دون أن يأكل وكانت امرأته تبقى بلا طعام حتى إذا خرجت حماتها سخنت الطعام وطفقت تزدرده وحدها هكذا كانت حياة أمي وها أنتم أولئي ترون الحالة التي آلت إليها الآن لماذا؟ كانوا متحلقين جميعا حول الجدة ومعهم ابنة العم الصغيرة وبينما كانت ابنتها تقول ذلك الكلام كانت الجدة قد دفنت رأسها بين ركبتيها وفيما كانوا جميعا يفكرون في هذا المصير الذي كتب على الجدة قالت ابنة العم الصغيرة حين يصبحون عاجزين عن الحياة فإنهم يحسون ذلك يفهمون حالا لماذا كانت بنت العم تقول هذا الكلام بينما هم جميعا يغبطون أنفسهم على طول عمر الجدة التي كانت تقاوم الأنواء وتصمد لمد الحياة وجزرها إنهم يترددون ومن الصعب أن نعرف ما يدور بأنفسهم ولكن الأمر يقع هكذا إنهم يفهمون ما الذي كان يجبر بنت العم الصغيرة على أن تقول هذا الكلام؟ وتوقفت أخيرا إلا أنها ما لبثت أن أضافت حين يصبحون عبءا على الآخرين إنهم عبء حتى على أنفسهم ومدت يدها فأنهضت رأس الجدة إنها تحاول أن يظل جذعها منتصبا لعلها كانت تشعر بما كان يشعر به الأطفال إذا اتجهوا بالكلام إلى جدتهم وهي دافنة رأسها في ركبتيها أحسوا أنهم لا يكلمون أحدا كانت منصورية تريد أن ترى وجهها وتابعت تقول وإذا فهموا كان معنى ذلك أنهم بدأوا يسلكون الطريق كانت الجدة إذ تسندها ذراعا منصورية قائمة متصلبة غير أن تقلا هائلا أخذ يجذبوها فجأة إلى أمام فانهار جذعها واستطال وجهها من فرط خفاضه كأنه وجه حيوان وكان يبدو مع ذلك أن الجدة تفهم كل ما يقال من حولها لقد تقدم الصيف كثيرا وأصبح لا يستطيع أحد أن يقترب من الجدة فإن الرائحة التي تخرج منها لا تطاق إن هذه الرائحة تستقر الآن حولها وما من شيء يمكن أن يبددها فمتى غربة الشمس انتشرت الرائحة والتسقت بأنسام الليل الرطبة وتسللت حتى إلى أولئك الذين يقبعون في الغرق لقد أصبحت الرائحة تشيع في دارس بطار كلها ونفذت منها حتى إلى الحجارة وفي ليالي صيف تلك كانت الجدة تطفق تثارتر وحيدة إنها تظل تدندن مدة طويلة ثم تأخذ تهمهم بصوت متهدج مرتج لقد أصبح سكان البيت منذ مدة لا يفهمون من الذي تريد أن تقوله العجوز بهذا الكلام ما من ليلة تنقض الآن إلا وتأخذ الجدة تحاور نفسها فجأة بغير سبب إن دمدمتها التائهة تتدحرج في حلقها مدة طويلة محدثة صوتا كأنه صوت الأمواج ترتد إلى وراء ما الذي كانت تقوله؟ ماذا كانت تريد؟ وأدركوا أخيرا أنها تتشك فيتقول إنهم يهملونها إهمال شيء غير دفائدة وأصبح كلامها هذا الذي تقوله بلهجتها القديمة يستحيل إلى انتحابات تملأ دار سبيطار ليس يتشك الآن إنسان بل الليل كله يتشك وكل ما يطوف في الليل بل الدار كلها وكل ما في الدار الثقيلة الحزينة التي لا تجد إلى العزاء سبيلا إن صوت الجدة يشق الطريق لنازلة كانت منذ الأزل وفي وسط هذا الهديان هديان ظلمات وألام العالم كانت عيني تصح بأمها أن تسكت فتجيبها الجدة أهكذا يا بنيتي؟ وكان كلامها يعود عندئذ مفهوما اسكتي عجوز النحس أليس لك قلب؟ ألست تشفقين على أمك التي ولدتك؟ أتنامين وتتركينني؟ وتنادي الجدة عمر وتقول له في أنين أنت وحدك ترحمني ثم تسأله أن يجي إلى قربها لقد اشتد انتفاخ قدميها حتى صارتا إلى ضخامة هائلة إنهما ساكنتان تحتها ملفوفتان بالخرق كان يندر أن ترضى الجدة عن وضع من أوضاعها فوق الكرسي فكان عمر يحاول أن يحركها بعض الشيء إذا استطاع يمسك بها من إبطيها وينهضها قليلا ولكن الجدة ثقيلة ثقلا فضيعا إن عمر لا يستطيع وحده أن يفعل لها شيئا إنه لا يكاد يزيد على تحريكها قليلا وفي مثل تلك الساعة من الليل كان يستحيل على عمر أن يواجه الظلام الحالك ليصل إليها أصبحت الجدة منذ مدة تتكلم كثيرا ولاحظوا أنها في صراع خفي مع قوة كبيرة دهشت الأسرة كثيرا كانت المرأة العجوز رغم ما هي عليه من ضعف جسمي هائل تدخر هذه القوة الخرساء الصماء التي تهاجمها لا شك أن قوة أخرى قوة لا يعرف كنهها كانت تساندها في معركة هذا وانتهى الصراع أخيرا دون أن يتوقع ذلك أحد عادت الجدة نحو عالم الأحياء تاركة الضفاف الغارقة في الضباب التي همت بأن تسقط عنها عادت هادئة راضية البال مطمئنة ونظرت إلى جميع الذين حولها فعرفتهم ولم تنكر منهم أحدا إن ألقا يشع منها إنه نوع من الفرح إن ابنة العم الصغيرة امرأة قزمة دلفت إلى شيخوختي هي أيضا إن شعرها الأجعد يبيض وهي مبتسمة دائما حقا إن وجهها يشبه وجه امرأة من الزنوج لونها أصفر أو قل إنه شاحب قشب وهي تمت إلى الأسرة بقربا بعيدة ولعلها لا تمت إليها بأية قربة ولكنها كانت تخاطب عيني بقولها يابنة العم مسكينة منصورية لقد كانت تحبهم حبا صادقا ولكنها قدرة قدارة رهيبة إن ثيابها قد بلغت من سواد الوساخة أنها تخيف حقا كانت تحبهم على كل حال إنها لا تذهب إلى الحمام كثيرا ثم إن حالها لا تتبدل كثيرا حين تخرج من الحمام بل تظل سوداء لأنها لا تغير الأسمال الوظيرة التي على ظهرها وقد وصلت في هذا الصباح إلى بيت عيني وأخذت تبتسم هكذا كانت تعيش منصورية تذهب إلى هؤلاء ثم تذهب إلى أولئك هؤلاء يعطونها كسرة وأولئك يعطونها أشياء قديمة إن وجودها لا يكلف أحدا كبيرا فقط وفي ذلك اليوم كان في بيت عيني طعام قبضة من الأرز قد حافظت عليها عيني محافظتها على بؤوء عينها أخرجتها اليوم من مخبائها لأن المناسبة تستحق ذلك قالت لأولادها ما دامت ابنة العم الصغيرة هنا فالأفضل أن نأكل هذا الأرز اليوم يسر المرء أن يعثر على أشياء خبائها ثم نسيها لا داعي إلى أخفاء هذا الأرز مدة أطول وكان هناك خضر كان قد بقي شيء من الخضر التي جاء بها ابن الخالة مصطفى منذ ثلاثة أيام ولكن هل تصدقون أن ابنة العم الصغيرة أرادت أن تتركهم حين علمت أن عندهم طعاما؟ قالت عيني أبدا ليست هذه القبضة من الأرز شيء ولكن ستبقين على كل حال لقد أدركوا جميعا عيني وأولادها أن ابنة العم لا تحرص الآن على الذهاب إلا لأنها عرفت أن عندهم طعاما كأنها لم تأتي إلا لتأكل ثم تمضي مسكينة ابنة العم الصغيرة إنها تبتسم لكل واحد منهم ولا تحفل بما يقولونه لها وكأن مائدة ملكية تنتظرهم جميعا كان واضحا أنها ستذهب ولكنها ظلت جالسة متربعة منتصبة الجذة إن الأولاد يتأملونها كانت تضحك وهي تنظر تارة إلى عيني وتارة إلى الأطفال ثم تعود فتنظر إلى عيني إنها تنظر إليهم جميعا وتضحك لهم ضحكتها تلك الصغيرة التي تخرج من طرف الشفتين وتتصلب مزيدا من التصلب وهي تنتصب بجدعها ومن حين إلى حين كانت تقول آه يا بنت عمي ثم تضيف كم أحبكم جميعا يا بنت عمي أنت وأولادك يشهد الله أنني أحبكم كثيرا وكانت منذ وصولها قد ذهبت إلى الجدة تراها وترتبها لقد شدتها من ذراعها لتقف فاستراحت عليها الجدة بضع ثوان ثم أعادتها منصورية إلى كرسيها المثقوب ونظفت لها وجهها وصففت شعرها كانت الجدة تسميها بابنة العم كما يسميها الأولاد وكانت لا تكل من ترديد قولها إن منصورية تعنا بها الله يحفظك برعايته يا بنت العم الله يحميك بعنايته قالت منصورية لا شك أن حياتنا طالت كثيرا هل تعرفين ماذا يقول الناس يقولون إن من تطول حياته كثيرا يصبح عبءا على نفسه وعلى غيره ولم تقاطح الجدة أتراغ سمعتها وعادت منصورية تقول كان المرء وقد ألف أن يعيش لا يحب أن يهجر ما ألفه وصمتت ثم رددت بصوت مختلف كل الاختلاف صحيح الإنسان يألف أن يعيش وهزت رأسها إنها الآن وحدها إلى جانب الجدة في المطبخ ما فكرت في هذا الأمر من قبل ما فكرت في هذا الأمر من قبل وأرادت منصورية أن تعتذر فزادت من انتصاب جدعها واستأنفت تقول للجدة وهي تميل على أذنها آمل مع ذلك أن لا تؤخذيني ثم صمتت مرة أخرى وزمت شفتيها فازداد وجهها صغرا على صغره يا لهذا الوجه المسكين لون أغبر وخدان كأنهما حفرتان لا شك أنه لم يبقى في فمها أسنان ونهضت واقفة غير أنها ترنحت فما لبثت أن عادت تجلس ونهضت مرة أخرى فرجعت إلى عيني وأولادها كانت لا تزال تبتسم ألا ما أعجب ابتسامتها امرأة هرمة تريد أن تموت لعلهم على حق أولئك الذين يأكلون ولا يحبون من لا يأكلون لم يكن أحد يتكلم ولم يكن قد سألها أحد شيئا وها هي دي تقول هذه الكلمات الآن لا شك أن هذه الكلمات ليست بنت الساعة لا شك أنها لم توافها عفوا لا شك أنها قد شغلتها فترة من الوقت فلما خرجت من فمها الآن بدى عليها أنها في أشد الدهشة من أنها قالت كلاما كهذا الكلام واتجهت جميع الأنظار إليها تتفرس فيها هل سألها أحد سؤالا؟ ما من أحد طرح عليها أي سؤال؟ ومع ذلك فقد كانت ثمة سؤال غير أنهم لا يستطيعون أن يلقوه أو لا يعرفون أن يلقوه؟ إن سؤال قائم إن رؤوسهم تحمله وتجره ولم يدركوا السؤال لم يتعرفوه إلا حين تكلمت بنت العم الصغيرة على هذا النحو إنهم يخافون من الجوع هذا لا يكون لنا نحن أيضا نصيبنا من السعادة والطعام هو سعادتنا ألا يمكن أن نحصل على الطعام فحسب لعل في ذلك سعادتنا فإن لم تكن هذه هي السعادة فعلى ما لا يكون في ميسورنا أن نأكل قليلا وحين أقول نحن لا أقصد المجتمعين الآن هنا بل أقصدهم وأقصد غيرهم من الناس خواطر أليس كذلك يا أولاد أقول الذين لا يأكلون هذا ما يقولون وربما كان صحيحا أليس كذلك على كل حال هذا شعور وهذا ما يجب أن يقال حملق الأطفال أدهشهم أن يروا بنت العم الصغيرة تقول هذا الكلام الذي لا يفهمونه فهما واضحا هذه أول مرة تطنب فيها الحديث هذا الإطناب كله لقد أدهلهم كلامها إدهالا شديدا أما هي فقد خفضت رأسها كأنها خجلا مما قالت لا بد من الاعتراف بأن شيئا جديدا قد وقع لا بد من الاعتراف بأن الأمور قد تبدلت أمنصورية تتحدث على هذا النحو لقد تغير العالم إذن من يعرف من الذي تبدل ود عمر لو يفهم لشك أن بنت العم الصغيرة كانت هي نفسها لا تعرف وراحت منصورية تردد وهي خافضة رأسها ألا يقولون هذا؟ ألا يقولون هذا؟ كان سؤالها يعلو كأنه أنين بينما كان يبدو لهم جميعا أن وجهها يتلفع بضباب وأنه يزداد سودادا الأمر واضح إنه ضباب الجوع ما في ذلك ريب؟ حين يستولي هذا الضباب على أحد فإنه يصبح في لحظة من اللحظات عاجزا عن التخلص منه إن عمر يعرف هذا ويعرفه كل الذين جاعوا حين يغطيك هذا الضباب تماما فإنك لا تشعر بعد إذن حتى بالجوع وبعد لحظة تتمزق حجب ويبدو لك كل شيء ملتمعا في سطوع شديد ترى العالم ولكنك تراه عندئذ مختلفا كل الاختلاف عن الصورة التي تركته عليها قبل أن تغوص في هذا الغمام الهادئ الصامت وأصبحت بنت العم الصغيرة لا تأن لعلها قد وصلت إلى تلك اللحظة التي يتبدد فيها الضباب فجأة فإذا العين ترى عالما هادئا يتألق بكل ما فيه من نيران وارتعش جسمها ارتعاشات مبهمة إن بنت العم الصغيرة تحاول بحركات مضطربة أن تتخلص من نسيج العنكبوت الذي يحيط بها ثم استندت يداها أخيرا إلى المائدة عرفوا أنها تريد أن تنهض وقالت متناهدة يجب أن أقوم فلم يعرف أحد ماذا يفعل لم يعرف أحد من الأولاد وكانوا الآن وحدهم معها في الغرفة ماذا يقول لها المجهول يتساقط متزاحما من جميع أركان العالم يضرب الغرفة بأمواجه إن مصيبتها بالحياة تنتشر عليهم طافحة فائضة ما كان يخطر لهم ببال أنها عميقة هذا العمق كله إذا كان الإنسان يتعود أن يحيا فهل يعرف منذ متى صارت له هذه العادة إنه لا يتفق للإنسان أن يريد هجر هذه العادة التي ألفها ومنذ تلك اللحظة ينفصل عن الحياة فلا تعنيه الحياة عجيب هذا ما أرادت أن تقوله لم يبقى ثمة ما تنتظره ابنة العم المسكين بل لم يبقى ثمة ما تخافه إن الشيخوخة تشبه النوم إنها الآن نائمة والحياة هي التي تبدو لها حلما من الأحلام وهذا جسمها يمحي منذ الآن لقد تبدلت هذه العجوز إنها الآن غير نفسها لعلها أرادت أن تقول هذا أيضا ولكنها لم تقله وفي هذه اللحظة ظهرت عيني تحمل بين يديها إناء من أجر إنها قابضة على عروتيه بأطراف أصابعها إنه ساخد كانوا يعرفون أن به أرزا قد طبخته الأم بقطرة من الزيت وكثير من الماء إن هذا يجعل الرز كالعجين ولكن ما قيمة ذلك إنهم لا يحفلون بأمور شكلية تافهة من هذا النوع ولقد كان على الرز بصل وكثير من الثوم وكان عليه فلفلة وربما كان فيه طماطم أيضا وأوراق الغار يا سلام لا شك أنه طعام عظيم ولكن الإناء صغير يكاد يستقر في حفرة الكف كانوا ستة آه لو كان عندهم خبز إذن لبلعوا لقمة كبيرة من الخبز مع ملعقة صغيرة من الرز قالت عيوشة الجو خانق ولكن لا بأس إن المرأة لا يريد خيرا من الاختناق إذا كان ذلك في أثناء الطعام لقد كانت بنت العم على حق حين قالت إن أفكارا غريبة تطوف في الدهن أحيانا ولكن عمر كان يفكر صحيح أن أفكارا كثيرة تطوف في الدهن ولكن هذه الأفكار ليست من الغرابة في شيء هي أفكار تقول حسبنا ما عانينا من جوع حتى الآن كفان هذا الجوع كله الذي ذقناه إن المرأة يريد أن يعرف حقيقة الأمور كيف تقع ولماذا تقع فهل هذه أفكار؟ قد تكون أفكارا غير أن هناك ستة أشخاص ينهش الجوع لحومهم نهشا عدى الآخرين الذين يعدون بالآلاف والآلاف في خارج هذه الغرفة في المدينة وفي طول البلاد وعرضها طبيعي أن تجول في الدهن أفكار ليس بالأمر المعقد أن يكون هناك ستة أشخاص جياع الجوع شيء بسيط هو الجوع لا أكثر ولا أقل إذن كان يريد أن يعرف ما هذا الجوع ولماذا هذا الجوع الأمر بسيط في الواقع كان يريد أن يعرف لماذا يأكل أناس ولا يأكل أناس آخرون لقد شعرت عيني بلحظة من التردد والحيرة حين عادت من المطبخ حاملة طبق الرز فرأت بنت العم الصغيرة واتجهت عيني إلى المائدة التي كانت قد وضعت في الغرفة بين جمارة الأطفال إن لجميع الفقراء حواس مرهفة كانت بنت العم الصغيرة تبدل جهودا من أجل أن تنهض وحين صارت واقفة على قدميها وهي تترنح قليلا مدت وجهها جهة الصغار بدى وجهها تائها خلال بضع ثوان ثم بضع خطوات وهي تهتز وتتأرجح كانت تقترب من الباب وصلت إلى الستارة ذات الأزهار الحائلة ألوانها إن ضوء النهار يجعل هذه الستارة تشفافة رفعت طرفا من الستارة ثم توقفت وأدارت وجهها نحوهم كانت ماثلة برأسها إلى أمام كانت تريد أن تدس تحت هذه الستارة التي لم تستطع رفعها إلا في كثير من العناء لو رآها رائن لقال إنها تعاني ألما في البطن وإنها تنحني هذا الانحناء لضغط ذلك الألم دمدمت تقول تكلمت اليوم كثير تكلمت أكثر مما ينبغي لا تؤاخذوني ولكنني لا أريد أن تمسكوا به لقد شكرتكم وحييتكم ويجب حقا أن أذهب لم يجبها أحد وظلت هناك كانت مصرة على أن تذهب ومع ذلك لو رآها أحد لظن أنها تتردد إنها تنظر إلى عين التي كانت جالسة مع أولادها حول المائدة صحيح أطلقت عين هذه الكلمة كأنها شكوا مخنوقة تحولت عينها بنت العم الصغيرة لم ينبس أحد من الأولاد بكلمة أراد عمر أن يناديها ولكن لم يخرج من حلقه إلا صوت أبح عجيب أهوى أيضا وهمهم إنه لم يقع على التخلص من شباك العنكبوت التي تحيط به ولم تتكلم عيوشة ولا تكلمت مريم كانت عيني تتابع بنت العم بنظراتها فوضعت قبضة يدها على جلد الخروف الذي تجلس فوقه كأنما هي تهم بأن تنهض أخيرا لتمنع بنت العم الصغيرة من الذهاب هذه هي الفكرة التي قامت في رأسها أن تحبسها عن الخروج وأن تجلسها بين الأولاد وفكر الأولاد بينهم وبين أنفسهم متسائلين ولكن هذا كل شيء أن يكفي أن تطلب منها البقاء ولم يرخ أحد منهم أسنانه معساهم يقدرون أن يصنعوا ما دامت أمهم صامتة لا تقول شيئا من معساهم يخافون أي خافون أن يحجزوها لتأكل معهم قالت عيني ابقي يا ابنة عمي لن تذهبي بعد أن جئنا بالطعام ابقي هل ينتظرك في بيتك عمل من العمال سألتها هذا السؤال الأخير من قبيل الأدب والليق وتابعت تقول لن تذهبي لإن كان الطعام لا يكفينا جميعا فليس لهذا من قيمة الغداء قد حضر الطعام قد غرف وسيؤكل كله سواء أبقيت أم ذهبت يستوي أن نكون خمسة أو ستة ثم قالت وهي تلف الأولاد بنظرة إنه لا يسرنا أن تبقي وكانت نظرتها تشتمل على ابتسامة غريبة سيسر الأولاد كثيرا ببقائك تنهد عمر وعادت عيني تتكلم ابقي ليس وراءك أي عمل لن تذهبي لإن كان الطعام لا يكفينا جميعا فليس لهذا من قيمة سيسرنا أن تبقي سيفرح الأولاد ببقائك كان يبدو على عيني أنها لا تستطيع إنهاء ما بدأت تقوله كانت تتكلم للكلام ولعلها كانت تتكلم ذلك واضح كانت الراحة تشيع في قلبها وأخذت منصورية تهمس كأنما هي تريد أن تتجه بالكلام إلى عيني وحدها ولكنهم كانوا يتحدثون جميعا في آن واحد في صخب فلم يسمع أحد ما قالت ولو انتبهوا إلى تعبير وجهها لقدروا أنها كانت تريد أن تفضي إليهم بسبب الذي يجبرها على الذهاب ولكن أحدا منهم لم يدرك هذا التعبير في وجهها لعل ذلك كله لم يكن حتى الآن من قبيل الأدب والملاطفة أما الآن فإنهم يخافون أن تتركهم قالت بنت العم عندئذ بصوت واضح متميز نعم هو ذلك وظلت الأنظار كلها منصبة على طيفها وصاحت عيني دون أن تنهض عودي لزيارتنا الفصل الرابع والعشرون كان السكان دارس بيطار قد سمعوا صوت صفارة الإنذار عدة مرات متتالية خلال الأسابيع الماضية كانت صفارة الإنذار هذه تجرب بالطراد وقد قيل لهم إن الحرب ستندلع لا شك أن الحرب ستندلع لقد ألفوا في دارس بيطار هذه الفكرة وكانوا يتحدثون في الأمر في كل مناسبة كان يقال إن الذي سيشهر هذه الحرب رجل قوي جبار إن شعاره هو ذلك الصليب المعقوف الذي يشبه عجلة يملأ جدران المدينة مرسوما بالفحم أو بالطبشير وكان هناك صلبان رسمت بالقطران وكتب إلى جانبها يعيش هتلر إن الإنسان يصادف هذا الصليب وهذه الكتابة أن أتوجه إن هذا الرجل الذي اسمه هتلر قوي قوة هائلة لا يستطيع أحد أن يقيس نفسه به وهو ماضي يستولي على العالم كله وسيكون ملك العالم كله وهذا الرجل الذي يبلغ هذا المبلغ من القوة صديق للمسلمين فمتى وصل إلى شواطئ هذه البلاد أدرك المسلمون كل ما يتمنون وحظوا بسعادة كبرى إنه سيحرم اليهود من أملاكهم فهو لا يحبهم ولسوف يقتلهم سيكون حامي الإسلام وسيطرد الفرنسيين ثم إن الحزام الذي يشد جسمه قد كتبت عليه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إن هذا الحزام لا يتركه لا في نهار ولا في ليل وهو لذلك لا يمكن أن يغلب كانت تجارب صفارة الإنذار قد دخلت حياة الناس فمتى أخذ التدوي قيل هي ذي تصرخ ويروح أنينها الطويل يدور في الفضاء ويدور هي اليوم مصابة بزكام مصابة بزكام بسبب الرطوبة ومع ذلك كان يخيل إلى الناس حين يشتد صفيرها أنهم يسمعونها أول مرة كان ذلك في يوم من أيام شهر أيلول الوقت بعد الظهر عمر يمر بميدان البلدية وها هي يدي صفارة الإنذار تطلق زئيرها الوحشي إنها موضوعة فوق سقف مبنى البلدية بدأ صفيرها عريضا ثم أخذ يعلو ويزداد حدة ويتصاعد نحو السماء كأنه قديفة فيظل معلقا بها بضع ثوان ساكنا حتى لك أن السماء نفسها هي التي تطلق ذلك الصوت الحاد المزعج ثم إذا هو يهبط على حين غر كان عمر لا ينسى أبدا حين يمر بالبلدية أن يصعد درجات سلم المدخل من إحدى الجهتين ليقفزها دفعة واحدة من الجهة الأخرى إنه الآن على الدرجة العليا قد تجمد في مكانه وذهل عن أمره تذكر في لحظة واحدة الإحساس الغريب الذي سرى فيه حين انطلقت صفارة الإنذار أول مرة لكأن صفعة أو ريحا قوية هبت عندئذ على حين غر فإذا هو يرى نفسه في أسفل السلم وقد أخذ قلبه يخفق خفقانا قويا واندفع آخيرا في الشارع وجعل يجري وقد استبد به خوف شديد كان وهو يعد في خلال المدينة يرى رجالا ونساء يجرون في جميع الجهات مثل ما يجري هل كانوا يعرفون لماذا يجرون؟ هل كانوا يعرفون أين يذهبون؟ وكانت النساء تبكي وتتلاقى وقد احمرت أعينهم وتتابعن طريقهن وانتحاباتهن تترجع في أرجاء الشوارع الرجال يبتعدون مسرعين الأبواب الحديدية تغلق المخارج الرئيسية تغص بالأجسام الناس يغضون الخطى إنهم يسيرون صامتين وقد أظلمت وجوههم بعضهم يسأل مستفهما في أصواته مرتعاش ويشيع الشك في كل كلام يقال وما هي إلا لحظة حتى خلت الشوارع إن عمر يعد في مدينة مغفرة وهو من حين إلى حين يصادف رجلا من رجال الشرطة أو كلبا تايا يا له من فراغ إن الحياة قد انسحبت من مدينة تلمسانا التي تغرقها شمس باهر وصبحت المدينة فجأة أشبه بمدينة قد خلت من الحياة منذ آلاف السنين شوارعها الواسعة هي الآن طرق خالية قديمة صمت الضوضاؤها منذ زمن بعيد مبانيها معابد ديانة مندثرة صمتها الواسع هو سكينة الموت يتلألأ في وضح النهار لقد غارت حياة تلمسان في الحجارة إن هذا الصمت اليقظ وهذه الوحدة العارضة الذين جاء بعد ذلك الاضطراب الأول يحملان إلى عمر أصداء مهددة هكذا ظهر الخطر ظهوره المباغت وسط هدوء غريب كان عمر يزداد اقتناعا بأنه لن يصل إلى دارس بيطار وبأنه لن يفرغ من العدو في خلال هذه المدينة التي كانت تستحيل ببطء إلى سور الرهيب لابد أن شيئا سيقع له قبل أن يصل إلى البيت كان الخطر يبدو له شبحا عاليا يضم المباني والحدائق بعضها إلى بعض ويسرع عمر إن أنفاسه لتتقطع من فرط الجري إن الشبح الضخم يلاحقه في وتبات مفاجئة متقطعة فيشعر الطفل بوجوده في ظهره إن الكارثة التي استدعوها بهذه الصفارة قد وصلت أخيرا ووصل عمر إلى دارس بيطار ودخل مسرعا فلما صار أمام أمه استلقى بوجهه على الأرض واستطاع أخيرا أن يجه شباكيا وقد أخذ جسمه يرتع شرط عاشا شديدا فتناولته عيني بين ذراعيها وشدته إليها فإذا باضطرابه يهبط فجأة إن فراغا مريحا يستولي عليه الآن وذلك الفراغ نفسه الذي كان يشعر به منذ قليل أخذ عمر يصغي إلى دقات قلبه السريع وانتظر قليلا ثم أخذت عينه تنفتحان شيئا فشيئا إنه لا يجد نفسه على حدود بلاد عجيبة إنه يشعر بأنه يستيقظ من نومه لم يبقى لشيء من قيمة كأن العالم قد تمزق بزائر ذلك الوحش الذي لا وجه له هي نهاية العالم إن المرأة التي قالت هذا في الطراب كانت تتجه بالكلام إلى عينه ثم أضافت في القرن الرابع عشر ما ينبغي لأحد أن يحاول النجاة بنفسه هذا ما قيل ألسنا في القرن الرابع عشر؟ قالت عائشة العجوز بلى نحن في القرن الرابع عشر أيفنى العالم كله إذن؟ نعم يفنى العالم كله أيها المرة العالم كله؟ ونحن أيضا؟ جاء يوم الحساب جاء يوم القيامة وخرست النساء ورفع بعضهن الأعين إلى السماء وتدوي فجأة ضجة كبيرة فترتمي عاتكة على الأرض في وسط الفناء دفعة واحدة ويقوم حولها هرج ومرج بعضهن يحاول أن ينهضها وأن يهدئها وهي تلهث وتتخبط فيه ياج شديد ويسيل لعابها من فمها وتقول في حشرجة القرن الرابع عشر الشيطان الشيطان حتى إذا نقلت إلى غرفتها هدأت في طرفة عين إن عاتكة تصيبها نوبات كثيرة فإذا انتهت النوبة من هذه النوبات نسيتها ولم تذكرها وعادت إلى حديثها المألوف حتى لقد تبدو بعد النوبة أقرب إلى المرح واستأنفت النساء حوارهن هذه علامة على أن الحرب واقع حتما أية علامة ما وقع لعاتك إنه ليس علامة على شيء هذا رأيك أنت كفى خرافات إنها دائما هكذا نحن نعرفها منذ مدة طويلة لماذا يكون هذا علامة على شيء صحن صحن إن أصوات رجال ترتفع في الشارع الصغير قرب البيت هذا صوت عميق وقور إنه صوت رجل متقدم في السن وأدركت النساء أنه صوت سي صلاح عودوا إلى بيوتكم كل هذا الذي يحدث لا شأن لكم به ويجيبه آخر هي الحرب مع ذلك ليست الحرب بالأمر الهيين ويجيب ثالث جاء يوم الحق نعم هي الحرب لا يمكن إنكار ذلك واستأنف الحوار بمزيد من الإرهاق أصبح الناس في أيامنا هذه لا يؤمنون بالله أصبحوا لا يؤمنون بالله هذه كارثة هي كارثة حقا ودمدم سي صلاح في رصانة الآن عودوا إلى بيوتكم أولياء أمورنا يعرفون ما يفعلون سمع الله لك ولكننا على ثقة من ذلك لا لا نحن الذين سنجني المصائب والكوارث علينا نحن ستقع المصائب والكوارث علينا بأعمالنا نهتم بها وننصرف إليها إن لدينا أعمالا سنظل منهمكين فيها إلى آخر العمر دعونا من هذا الكلام كله وفي دار سبيطار خرجت عاتكة مرة أخرى من غرفتها وفي دار سبيطار خرجت عاتكة مرة أخرى من غرفتها مشرقة الوجه وهي تقول لاهثة هي نهاية العالم ورددت النساء وقد روعتهن النبوة بعد أربعين يوما ظلت عاتكة تعول في وسط البيت وهي تحرك يديها بإشارات كثيرة وهرعت بنات هذه المرأة الممسوسة إلى أمهن فجررنها إلى الغرفة لقد أصيبت في هذا اليوم بنوبتين اثنتين لم يسبق أن وقع لها ذلك أبدا من قبل حين خبط الليل خرج عمر لشراء قرص من الخبز من الفرن العمومي كان خروجه لشراء الخبز من أحب الأمور إلى نفسه أما خروجه لشراء أي شيء آخر فكان يضيق درعا به ويتهرب منه وما ينفك يقول متذمرا حين يكلف به دائما أنا؟ أليس في البيت أحد غيري؟ لماذا لا تكلف عيوشة أو مريم؟ على قدر ما كان يحب التملص من الأعمال الأخرى كان هذا العمل يرضيه ويطيب له ووصل عمر إلى الفرن ما شد فرحته برؤية الأرغفة ممدودة فوق الأرض على ألواح من الخشب وصفائح من المعدن تنتظر أن يدسها في الفرن رجل مسود يخرج كتفاه ورأسه من الحفرة التي في القاع إن الفران واقف أمام الفرن المتأجج يحرك ذراعه بغير انقطاع يدفع إلى الداخل جاروفا طويلا من خشب ثم يسحبه إنه يدخل الجاروف محملا بأقراس العجين ثم يخرجه وقد فرغ منها إن للخبز في هذه المغارة العميقة بياضا غامضا ويملأ أركانها الغائرة في ظل برائحته الذكية كان عمر يتلبث أمام هذا المشهد لا يمله ولا يكل منه إنه منظر منعش رائع وكان يجب أن يحمل إلى البيت قرص الخبز وهو لا يزال ساخنا تتقطق قشرته فينتزع منه أثناء الطريق نواتئه الصلبة وما تحرق من زوايا ويأخذ يقضمها كان لا يسمح لنفسه أن يعود إلى البيت بالرغيف ناقصا وإلا كان يسيء القيام بالعمل الذي ندب له ألا ما كان أكبر سروره بحمل الرغيف الطيب إلى البيت إن عمر يحتضن الرغيف بصدره فالرغيف يدفئ صدره وينشر رائحته الطيبة التي تثير شهوة الأكل كانت المدينة لا تزال مزدحمة كخلية نمل لكأن جميع سكان تلمسان قد تواعدوا على اللقاء في الشوارع إن الشوارع تغص بالناس فبعد ذلك الفراغ المفاجئ الذي قام بعد الظهر خرجت من الخوف جماهير الرجال والنساء والأطفال وراحت تمشي في شوارع المدينة على هون والغسق القائم المذهب الذي يرين على أمسيات شهر أيلول كان يحمله ونفسه جوا من الجد والرصانة إن أحساسا جديدا بالأشياء والكائنات التي نسيت إلى ذلك الحين قد قام فجأة فهو يقرب الناس بعضهم من بعض كل هذا كان يمكن أن يبدو مضحكا بالأمس إن سكان تلمسان على ميعاد إنهم يخرجون إلى الشوارع على اتفاق إن من السهل أن يتخيل المرء أن هناك أمرا على جانب عظيم من الخطورة يجب أن يقوله الناس بعضهم لبعض غير أنهم لا يزالون ينتظرون الشخص الذي يتقدم إلى الكلام أولى المتقدمين ولم يحدث هذا طبعا ما الذي كان هذا الجمهور الضخم يريد أن يعبر عنه؟ أكان يريد أن يحتج على قيام الحرب؟ إذن لماذا؟ لماذا يصمت ولا يتكلم؟ إنه يرفع رأسه في بطء إنه متأكد من نفسه متأكد مما يحمله في نفسه ولئن لم يكن بارعا فإنه لقوي شرس لقد ساعدوهم دائما على أن لا يفكروا والآن تنبجس أمامهم مغامرتهم مليئة بالوعيد غامضة عنيدة ويظل جميع هؤلاء الرجال وجميع هؤلاء النساء عرهة أمام أنفسهم كانوا قد تركوا قلوبهم متهيئة في راحة ولكن الشقاء يلمسهم الآن بقبضته فيستيقظون ما عدد الذين كانوا يحسون عندئذ أنهم أحياء؟ ها هم أولئي يأخذون يضحكون من هذا اللقاء رغم أن مرارة لا تزال في أفواههم حين اكتشف عمر هذا الجمهور الذي يكاد يكون سعيدا نسي الخبز الذي خرج ليشتريه وجرفه هذا السيل العارم من الناس ولم يشعر بأي خوف رغم أنه أصبح بعيدا عن البيت لقد اندس في قلب الحشد استسلم رغم قصر القامة وضعف الطفولة لهذا التيار الذي كان يجتازه ويحمله في ذلك الاتجاه نفسه لم يعد طفلا لقد أصبح جزءا من هذه القوة الخرساء الكبرى التي تؤكد إرادة البشر ضد دمارها كانت جميع الشوارع تصب هذا الحشد في ميدان البلدية وهناك كان يجتمع سكان تلمسان إن ألوف الأقدام تقرع أرض الشارع فتحدث ضنجة صماء لا تنفك تتردد إلى غير نهاية وأصوات الناس كأنها همهمة مصنع يسمع صريف آلاته من بعيد وهي في أوج حركتها ونشاطها إن أضواء المدينة لم تستع بعد والحشد يسير في ظلمة لا تزال تشتد أصبحت الوجوه لا ترى ولكن الناس يمشي بعضهم حذو بعض إنهم يتعارفون بأصواتهم ويتواصلون من فوق الهامات أأنت هناك يا كريمو نعم وأنت أنا أيضا هنا أهي الحرب أم ماذا هي الحرب ثم يقوم حديث آخر هي الحرب يا قادر يا زنيم فما عساك صانعا أصنع ما يصنعه سائر الناس نذهب إلى الجبهة وهل تعرف على الأقل كيف تمسك بندقية ما عساك صانعا إذا أعطيت بندقية تأتي أنت فتعلمني وهذان رجلان من الفرنسيين يتكلمان قرب عمر إذن لقد غرروا بنا هؤلاء الخنازير قلت دائما إنهم كانوا يكذبون حين يحلفون إن الحرب لن تقوم لقد قالوا إنهم قد انتهوا إلى اتفاق في ميونيخ يجب أن نعرف الآن كيف نتخلص من الورطة إن الحرب في ظهرنا الآن كان يبدو للناس أن لعدم إضاءة الأنوار معنا أيضا إنهم الآن يضفون معنا على أي أمر من الأمور على كلمة تلقى عرضا على المصابيح التي لا تشتعل على سير هذا الحشد سيرا متقطعا لذلك ما أن أضيئت شارع المدينة فجأة حتى انطلقت جميع الصدور تقول هاه كأنما هي تخففت من حمل الرهيب والواقع أن مصابيح الشوارع قد أضيئت ذلك المساء في موعدها لم تتأخر عنه وانتهى الأمر إلى ما يشبه الاحتفال بعيد إن عبقا مسكرا يملأ الهواء والناس يتحركون ويدطربون كأن أمواجا كبيرة تحملهم على صدرها إنهم يتكلمون ويضحكون ضحكا قويا عاد عمر إلى البيت في ساعة متأخرة فلما رأته أمه سألته بصوت حانق أين الخبز الذي ذهبت تشتريه؟ إن عمر كان قد نسي الخبز نسيانا تاما قال لنفسه أين كان عقلي؟ الآن سوف يستأنف الصراخ والشتم والضرب كانت أمه خارجة عن طورها ولكن قل لي أين كنت؟ أين كنت حتى هذه الساعة بينما نحن ننتظر؟ قولوا لي ألا يستحق القتل هذا الكلب المتسكع؟ هيا اذهب حالا لإحضار الخبز وأنا أنصحك أن لا تضع قدميك في هذا البيت إن لم تعد بالخبز لقد قامت الحرب يما ألأن الحرب قامت لا نأكل؟ لم يكن يريد أن يقول هذا إن أمه لم تفهم ولم يتوصل إلى التعبير عما بدهنه الحرب الحرب لم يستطع أن ينطق بأي كلمة أخرى أتراك أصبحت معتوها مفهوم أنها حرب وكانت الجارات لا تزال تثرترن رغم أنهن في ساعة متأخرة من المساء حين كان أبناؤه وبناته يذهبون إلى حفلات الرقص ولا يفكرون إلا في زينتهم كان الألماني منهمكا في صنع الأسلحة وهذه هي النتيجة الآن يا له من شقاء يحل بفرنسا المسكينة ما كانت تستحق هذا مضى عمر إلى الفرن العمومي يعدو متاهة الشوارع الصغيرة المعتمة إن الفرن مغلق الساعة الآن هي التاسعة على الأقل إن عمر يعرف أين يسكن صاحب الفرن إنه يسكن في القاع من طريق مسدود تاه ولكن يستحيل على عمر أن يخاطر فيذهب إلى هذا البيت وحده ولو قطعوا رأسه وقف عمر عند مدخل الطريق آملا أن يظهر أحد المرة فيرضى أن يقوده إلى ذلك المكان وأخذ يسائل بنظراته الشارع ما من أحد يمر ورح ينادي الناس الذين يراهم مارين من بعيد يناديهم بصوت مرتعش ويبكي يائسا هل يمكن أن يصحبه أحد إلى بيت صاحب الفرن ومر أخيرا رجل عجوز فأمسك بيد عمر ومضى به إلى بيت الفران وهو بيت ذو باب مربع واضطر عمر أن يطرق الباب طرقا قويا خلال مدة طويلة قبل أن يفتح له همهم صوت من داخل البيت يسأل من؟ أنا عمر فتأفف صاحب الفرن تأففا شديدا وقال له أفي مثل هذه الساعة تأتي لأخذ خبزك؟ إيه شقي إلى هنا؟ إلى البيت؟ هيا مشي له وتعال لأخذ رغيفك في الغد من الفرن فأخذ الطفل ينتحب استدرارا لشفقة قدور ولكن قدورا عاد يغلق الباب في وجهه دون أن تلين قناته فمنعه عمر من إغلاقه بالوقوف أمام المصرع الثقيل وأخذ يبكي بدموع صادقة عم قدور الله يخليك تعال أعطني خبزي الله يغنيك إن شاء الله تحج إلى مك يا له من شيطان إنه لم يستجب لدعاء الصبي إلا بعد لأي وعلى مضض خارت قوى عمر من فرط التوسل والتضرع وفقد كل أمل في أن يراه يخرج من جحره الأسود حضن الصبي رغيفه بكلتا يديه في صدره ومضى مسرعا إلى البيت كانت الشوارع الصغيرة الخالية قد عاد إليها وجهها الليلي إن عمر يسير دون تعجل حقيقي ولا يشعر بأي قلق متنبه إلى الهدوء الذي يحيط به كأنه ماء مهد إن شعورا بالأمن والطمأنينة قد استولى عليه إنه يحس بأنه في عالم أخوي الأزقة تنفتل ويتداخل بعضها في بعض إلى غير نهاية ومن حين إلى حين تحفر فيها مصابح الكهرباء بقعا عميقة من نور إن هذه الإضاءة التي تصطدم بجميع البيوت المواربة ترسم منظرا كأنه لعبة من لعب الصبر والسر وارتعش عمر أم إن فرح؟ لا ندري ومع ذلك فإنه لفرح هذا الذي يهز قلبه إن هذا الإحساس يسري فيه أمواجا واضحة من أين جاءته هذه السعادة التي كانت منسية في نفسه الحرب تخيل عمر ذلك الحشد الكبير الذي كان يطالب من أعماق نفسه بإشعال المصابح ما كان أعظمها من راحة حين اشتعل النور في الميدان فجأة الحرب كان عمر لا يعرف ماذا تعني كلمة الحرب إن الحرب وشيئا آخر كان يشيعان في قلبه فرحا خفيا إن عمر يمخر عباب إحساسات تقوده إلى شاطئ أرض مجهولة إنما كان يملأ جو المدينة من جدة في ذلك الأصيل لا يزال يختطف فكرة عجيب لقد أحس فجأة بأنه شب عن الطوق منذ أخذت تدوي صرخات صفارة الإنذار ولئن ظل يعرف أنه طفل فإنه فهم ما معنى أن يكون المرء رجلا غير أن هذا الاتصال الحميم المفاجئ بما سيكونه في المستقبل قد زال بسرعة لقد فتح عمر عينيه مرة أخرى على أفق الطفولة الذي يعيش فيه ثم لم يخطر بباله أن يرتد نحو ذلك المستقبل الملفح بظلام لا يمكن أن تنفذ فيه أي تقوة ووصل عمر أمام باب دار سبيطار إن الباب مفتوح وصاح عمر بأعلى صوته ينادي أخته عيوشة عيوشة وابتلع فم الظلام الكثيف العميق نداءه انتظر عمر ثم نادى مرة أخرى عيوشة لماذا لا تأتين أنا هنا وانقضت بضع ثوان ثم سمع الصبي وقع خطى قدمين عريتين على البلاط قالت له أخته من آخر الدهليز ادخل حمارة ألا تسمعين حين تنادين وأنت أية هالبنت صغيرة هل من الضروري أن تأتي امرأة لتقودك كفى غبية وانطلقت ضحكة صغيرة في الظلام كأنها شرارة وقالت عيوشة ساخرة انظروا كيف يجد إصدار الأوامر هي لهم الرجل وحين صار عمر في وسط البيت شعر براحة إن الضوضاء الحية التي تحرك دارس بيطار في أول ليل تصل إلى عمر من الحجرات المنارة ودفع الصبي أخته دفعة مفاجئة ماكرة فجعلها تتراقص وتتواثب في فناء البيت ثم سار نحو الغرفة ها هو دا يزيح ستارة المدخل ويمد قرص الخبز إلى أمه قالت عيني عفريت أدرك الصبي ما يختفي وراء هذه الشتيمة من حب وحنان فابتسم وقعد مع القاعدين أمام المائدة وأخذ يراقب أمه وهي تقطع الخبز على ركبتها تمت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر